الدين هي مجموعة دي المملوعة فالعالم دي اليوم بغي كل شيء يولي ممأسس المرأة صانع جو إنسان هذا يكد يكون يعني رد للدين لا، ما قصبت لنا طريقة هذه لا، ما قصبت لنا طريقة هذه رصيكم الله لكي تسألي فريضة من الله إلا بغيتين تتلعب بينها تجوش ستتنفع كي يستغل الدين وكي تدي لها رغم أنها كتبت كي تتبتول وتدي لها أنا ما كان غيروش الشريعة لأن المجتمع في صد كنقادوا المجتمع باش يطابق الشريعة فإذا ما كتعتبرش أصلا ريبا كي نبدأ الحالة فالناس المالية الإسلامية في حالة خاطبوا الأبناء كريباوية بدأك الابناء كريباوية بدأك الابناء كريباوية لأن الشباب خصوم يتخلوا عن تدفع وأي واحدة عنده حساب في البنك ريباوي يسدوا وينقلوا الحساب تشاركي لا ريبا إلا في النساء يعني ريبا الفضل مسموح بيها فطبعا راهلا بغيتي بغيتي تدير لا شيء عالم في العالم كي يقول بها تفضل طلقا تأخذ في المدهب الأربعة بهواك ولا يجوز إشكال في العقيدة هالك لا لو ما شوف بغاو التدول يكون حلال مليك تشري السهم دي الشاركة أصل ونشاطها حلال ومفاشر يبا راك تشري السهم في الاقتصاد هذي دروينية قتلك السيد حلو دي القادية درناع لها قبيلة ديال نصح سعمال الناس يقيدوا أو لا لا؟ أو دمشو إكوه البريفي ماروكين بوعده لا هو شوف شنو كيو قادة با هو بزاف ديال الناس كيكونوا يعني في الفاميه كين نقاش واشن ديولا ميشون وش لا ميشون وكين ليك يقول لك لا ميشون تقدر تخرج الناس اللي يعني يوقال انه ملتزي منه كدو كدو كيس شدو بيها ولا بواحد كعرف ولا كدو هذا صد زيك سبسيو يعني مليك تشوف المنضمون ديال البرامج دياللا ميشون فهو منضمون يعني هي أصلا شو كان سميتها كان سميتها الميشون لايك فبما انه كين الاختيارات دائما كان صح الانسان يشوف الاختيار اللي هو اقرب المحافظ انه يكون محافظ وكدو كدو ويشوف هذك الاختيار هو اللي يدير ميشون صعب ميشون صعب ميشون صعب اقدرت ان اقول انه ممتبعش اي واحد كان معنا ولكن عطيك خميسال ميشون صغير فلا ميشون كانوا مازالين لتزمين بواحد قضية اللي هي حفظ القرآن في الدرس العربية كان عقل هنا حفظنا صورة يعني صورة الملك وصورة الرحمن والواقعات اليوم هذ القضية غريبة ما بقعتش اصلا تحيدوها من البروغرام الى درجة واحد جمعية الاباء جاء جاء عندهم واحد الاب قالوا ما انا ما جايبلكمش بنتي للا ميشون فرانسيز باش تقريوها القرآن عفاكم كريمو لاني الامر صعب خصا انك تعرف ان اسميتها هي الحقيقية هي ميشون لايك غير ذاك لايك ما بقعتش تتقال على الالسون لأنها موزت غير ميشون وبزاب مدارس بخيفية بكيتباهها وكيقول الكل عنها من صغرك واش كنتي زعما جوانس ديارك كنتي زعما شاتف الدين ديارك مزيان او لاحتى بشكل ما بخير افترض الى 20 تن عاد ديارك الاجتصوش كنتي باعي نكون عندي ديارك الواحد كيتحق الأكدس فيما قد كنتي ديارك في فعلا اولا اولا يعني العائلا ديها لي قد نقول انها محافظة مقعناة مع العائلات فبالتالي كان ديما أخاها الإنسان كيكون في الأدوليسانس دياله ربما ما كيكونش في ذاك القيام ولا كيكون كدها في الأشياء الجديدة لكن كيبقى في الانكونسيون ديالك شيء حاجة اللي خطرا خطرا كت يعني كتقول كرا هادشي ماشي بذلك كده فتقريبا فالفانتين بديت كانت تعلم لأنه هو دفع ونحن نجد الأنواع ديالك كيدك التديون التقليدي يعني كتعرف الجمعة والأعياد لكن من اللي بديت فعلا كانت تعلم وكانت استامع العلماء ومشايخ الدرس وكذا وكذا فتما بديت كنتمثل لأنه كان شي حواج ما كتكونش عارفهم حلاش كندروا واحد من جموعات الممارسات ما كنكون مش عارفين حلاش لأباء كي منعوه كي منعوه كي منعوه كي منعوك من واحد بجموعة الأشياء ما كيقول لكش علاش يعني بزاف الأمثلة كانين فاكي جيلة دوليسان كي بنلوه يعني المرايق كي بنلوه أن الدين هي مجموعة ديال الممنوعات وخصك تفهم علاش ذاك الممنوعات كي نفحض بها ديال سواء ربا ولا الزينة ولا الميسير ولا الخمر وهذه المجموعة الممنوعات الإسلام في غير ممنوعات في حين المجتمع المادي اللي هو رأس مالي يخصو الإنسان يمشي الممنوعات نعتقد واحد الميطال في هذا الأج دا 20 نيه اللي كنت فيه كنا في الكلاس بريباراتور والتي في فرنسة فرنسة أعتقد بفرنسة أخرى وفي الديزامان الكلاس بريباراتور كي كونواح الاتماتيك فلوزوفيك اخترتكون لليبارتة اخترتكون لجوستيس نحن العام ديالنا شنوجة فينا يعني الشهوات والأهواء فبالتالي درسنا والشهوات والشهوات والمكشي من ناحية الفلسفية يعني طولا وعرضا فكتشوف أن في أخير المعطة في الإنساني لما كانش عنده واحد الوازع الصنديني راه اللي كتقرى الفلاسفة والأفهام ديال الحكماء فهذا الأهواء فكتلقى بنا في آخر المطاف في آخر سنة اللي كتكون قرأتي الفلاسفة اللي هضروف اللي باسيون كتلقى بنا الهواء الشهوة أقوى من العقل هذه بوتوم لاين كما كيقول فمن اللي كتفهم أن الشهوة أقوى من العقل كيقول لك إذن كيف حتى تحكم نفس الشهوة ديال ذاك الطاقة ذاك الدافع مثلا اللي باسيون اعتقدة مثلا لاموخ الحب مثلا لباسيون إن الإنسان اللي كيكون في حالة حب ما كيبقاش العقل دياله ولا المجتمع ولا تحاجة كالضبطه ما صندك الحب ديال كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ما أرى لمتحابين إلا الزواج أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لأن ذاك الزواج يكبحوا ذاك الانفيلات الحب هو البغض العين اللي كتوقع مع بالمسافة ديالناس كيولي الإنسان كيكره واحد الإنسان بواحد شدة اللي يملكت العقاها ما كيبقاش العقل اللي يخدام كيكون لهاوة اللي يخدام كيكون شي حاجة أخرى كيشي شي ميك بززاف الداخل الحب البغض الخوف الخوف من اللي باسيون الخوف من اللي باسيون اللي كييصافي العقل ما كيبقاش خدام اللي كيخاف الإنسان كيينقص الفعالية دياله ومشي ما كيبقاش خدام ولكن السيطرة على الانا ديالي كتنقص بززاف فبالتالي العين ليقو الانا إنسان اللي كيبغي دك الانا دياله ونسي يدولوا الإطراءات وفي الدومين ديال اللي غزو السوسيو الإعجابات واللايكات وانتا وعلا وانتا كده وانتا كده أنا هلشي ما كنحبلوش فهد الليقو هذا من الأشياء اللي كيجعل الإنسان ما كيبقاش يتصرف بحقله كمما دك واحد فولان اللي هضرنا عليه بلا ما نسميوه اللي دار ودار ودار فبالتالي هادو أمثلة ديالهواء اللي المجتمع المادي رأسمالي باغي البشرية تمشي فيهم علاش لانا الباسيوني إنسان اللي تابع الشهوة كي يقنصم اكثر بس ديما رجع ديما رجع المسائل الفلوس تفهم المعادلة بززاف المسائل في العالم ديالنا غادة بالفلوس وبالمهد ماشي موضوعنا ولاني مني انتكرتي واحد القضية بغيت نسولك علي انت وطنك زعما إنسان دينو متقفو كيفاش كي يجيك زعما شنو في نظارك كيفاش خاص يكون داك العلاقة قبل الزاوج يعني مثلا السيد والسيدة باغي عاجبها شي شخص وباغي يتزوجها ولا باغي يباغي يكون معاها ما في العقلية دا با ديالنا جون حاليا تيقولك أنا ممكن لش نزوج بشي حد سواء من الرجل وطرف المرأة حتى نعرفوه مزيان حتى ندوز معها الوقت انت شنو رأي يديرك في هذه القضية هادي وشنو خاصي إيسان يدير زعما هو شوف فهذاك القضية ديالتا نعرفوه يعني تبت المجتمع الغربي تبت لنا أنا مخدمش نسب الطلاق في الغرب تفوت 50% اه لو حكو هادو يعني كيدوز ما بقاش عنده مقاع الوزع الديني تقريب يعني كيتعرفو تكيشبه فحنا الانسان اللي كيكون عنده 15-20 عام كيكون أولا عنده ذاك النظرة البعيدة تقريبا نشبه من عادي ما كيقدرش يشوف بعيد لكن شكو لي كيقدر يشوف بعيد الأباء والعائلة والخبراء في الميدان فبالتالي مليك تقول لي أنا غنعرفوه خصك تعرف أنت غير واجهة لغاية ذاك هتعرف غير ماركوتينغ لغاية ذاك هتعرف غير الحاجة اللي بغاك تعرفها لماذا لأنما عرفت الإنسان كما جا في الأطار دي العمر اللي الخطاب مليك قالوا له طلب الشهود جابوا له شي واحد شاهد وهذاك اللي جابه قال له اش كتعرفو قال له اه كيصلي في المسجد قال له واش جار قال له واش صفرتي معاه قال له واش بعتي وشريتي معاه بالدرعم والدينار كتعرفوش قال له ساره مكتعرفوش هلاش هات الأمثلة بثلاثة الجار هو اللي كتشوفه في السراء والدرقة دونك كتعرفو وانجيني غال أنا جبت هادو بثلاثة جمعت فيهم واحد القضية اللي هي الشدة إلا بغيت يتعرف شي واحد خصص تلقى شي واحد اللي غيقول كيفاش حالته اللي كي غضب في الشدة تم عادة تعرف في الكونه دياله أما دك شي اللي غتعرف بندن سينك عون ولا سينك موه قبل الزواج بالنسبة لهذا اللي كيقول العلاقة تقبل الزواج هذا كله ماركيتينج ولكن شدة شنهية هي الحاجة اللي غتقدر يعني دك الشدة كتوقع في واحد الحالة اللي الإنسان ما كيقدرش يمانيبوليها الصفر كتقول لي كيقول لي الانباتة والفياق والإشكاليات والعراق قلت الصفر دير زمان دير وقصيدنا عمار فمدي القوافل وكادم ومشاكل فكتقدر تعرف الانباتة والدير هام اليوم أحسن مثال هو تشرك مع عشي واحد تشرك مع عشي واحد وشو شفقت شمتين بيع وشري معاه صفقات كبيرة وشوف كيف وشي بغي يدور بك كما قال المثال دي لها دك اللي قال النس شريو ومليش روه هو باع فهنايا الدير هام والدير هام توقع يعطيك كيفاش تعرف والجار خلاص تشوفوا بليل وبالنهار هذا كونجيني غال تتعرفوا وربما تسمعوا فبالتالي هالقضية دي لتعارف هذا الغرب تبت أنها مخدمة لأنها وخاك تعرفوا ماذا النساء بتطلاق وتانيا في حقيقة الأمر شغل تعرف أنت وعندك 15 و20 مش شنو قد ذك ما تعرف تجربة دي لك في الحياة شي بهمون عادي ما عندك غير من دراسة لكن الآباء والأم هالتك عرفوا كثير تغذية لهم والطريقة اللي غي يكونوا بها فكانت كانت نصح هذا الهادي للعائلة وهذا العائلة الهادي فبالتالي اليوم أنا بنسبالي أحسن طريقة للشابة والشابة هي طلب الولدين دي لهم يتكلف الولد الولدة تكلف الولد الولدة ما يبغي لك شي حاجة الشر لأنه بعد كتعود على اليوم لأنه يكون كونفلي في الكوبل كي يطلع كي يطلع الولد الولد لكن الولد الولدة غي يتحروا لماكسيموم هذا لا يعني بأنهم يقدوش مرة ما يسايموش لختيار مزيان لا طبعا طبعا يعني الغلط وارد ولكن حنا كان هدروف لبخوبا بليت باش نقصوشو نقصو بزاف نقصو بزاف نيسا بالغلط علش لأن ذاك الحب انجنيغال اللي كيكون قبل الزواج أولا هو هو حب إلا كان حب مصطنع فهو غير شرعي لأنه عندك تبني الحب مع شي واحد اللي مزوجش معها ولكن حب جيبالي فعلى ذا اللي يجا في الحديث ما أرى لي محتحبين إلا الزواج يعني وقعها في حبها أو وقعت في حبها أو كذا هذا خصو الزواج إلى تجميع واحد المجموعات معير الباقي ذاك الحب انجنيغال حب ديال لاباسيون ولاباسيون ما كدومش لاباسيون عند واحد لمرحلة اللي كتبدأ تتلاشى فيها شوف كانت شي طنوبية كتعاش بك وشريتها واحد النهار وش لاباسيون يعني وش شعور ديالك النهار الأول هو ديالنهار الثالث وش ديالنهار الثالث هو ديالنهار الثلاثين وش ديالنهار الثلاثين ومبعت الثلاثين كتقول لي يا ربما بغيت بتفكر من النهار طبعا لا نشبه العلاقة الإنسانية بالمادية ولكن هذه مسألة جيبيلية إنسانية إلا بعض الحالة نادرة اللي كي بدأ الزواج بلا حب وعاد كي تبنى واحد الحب واحد الاحترام هذيك تكون علاقات رائعة وكاينة كاينة في المجتمع شهدنا فبالتالي يعني ذاك الهوى الجيبيلي ذاك الشهوة تتلاشى مع الزواج خصة من صاف بعد الدخلة وكذا تتلاش يعني يتجوز واحد ثم وربما يقضيق ويبدأ المشاكل القبل إلا ما كان الإنسان من الأصل وموحد العائلة اللي لديك مثال تتجوج بوحده ومع شكال أبا دينا كثيرا تتجوج بها تتغوت عليك ليل ونهار تغوت على والدها ومالك تبدأ تتكلم عن الأنسر تتلقى بالنرى هالغوات ما بين البقوه الأمة حاجة عادية وانت ما كنت عارفة القضية فإذا بها لأسقاك حياة كلها خصوصا اللي قدرت وردها فهنا هاد المسائل اللي والدين قدوا يتطلعوا عليهم لأن الوالدين يشوفوا شي حويش ذاك شي البروتوكول اللي كان خصوصا في الأمارة والقصورة وكان شي شوية في الأسر الكبيرة هذا شي عندهم معاني كثيرة لأن غير من يعني كما كيقولوا الحور بالهمزة كين شي حويش كيبينو لك من بعيد كيقول لك لها هادك ما يسلحوا الكشاب انتي ولا هادك ما يسلحوا الكشاب انتي والله أعلم واحد السؤال نتفاد الموضوع هذا من ناحية المالية بزاف مهم أنا كنت رت واحد فيديو وغطر رأي ديالك على الموضوع ديال الجواج من ناحية المالية مرأ وراجل يتجوج بوحدة خدامة نفس السعر تقريبا ما هو الرأي ديالك في المسألة والمسألة الثانية ما هو الرأي ديالك في النساء اللي كتقول ان الرجال ما قوامون كنظن من ناحية المالية والمرأ ما خاصة تعطيه تشي ريال ان الراجل ولي خاصوا يخلص كل شي وفي نفس الوقت الفلوس ديالها يبقى ديالها هذا ولي هذي كينة هذي كينة هو شوف المنظومة الدينية بالنسبة اللي طالع عليها متكاملة فالأصل هو رجال قوامون عن النساء بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا فهذا المسألة كينة يعني كينة بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات وقانتات فبالتالي هذي المرأ اللي كتقول لا راجل اللي خسو انفق عندها الحق ولكن الراجل خسو انفق مقابل واحد الحق اللي هو من اللي يحتاج للمرأ ولا الوقت ولا المساعدة الأسرية ولا المسؤولية الأسرية تجاهه ولا تجاه الأطفال تكون فبزار الفقهات عرضوا للقضية وقال لك مليك إلا كانت المرأة تخرج تخدم بدون إذن الراجل أصلا ما فقط تسقط تسقط فهمتين فبالتالي إلا 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 كانت تخرج يعني بدون الإذن وكان تفل قضية الإذن يعني فيها كلام لكن بدون إذن دي الراجل نفقة تسقط ممكن نفقة فإلى الأصل هو الأفضل بنسبة التصور دي اليوم نرجع للكلم دي الميسيون أن اليوم المرأة صانية عاجوا إنسان الإنسان مليش فينا الصينعة دي الله كخيش ودير المدارس وكذا وكذا احنا كنميش يعني كنشوف اللي عاجبوا هالشي يكمل اللي عاجبوا هالشي يكمل فالنموذج اللي ما عاجبوش يدير علامة استفاهم ويدير يعني فرين شي فلاش كين مؤسسات اللي غا تستطع يعني تقوم بدك الدور دي اللي المرأة واش لإبن اللي عنده مثلا ربع شغور والكونجيمة تغنيت لشغور سالة وغاي غووت لنبغا يردع من الأم ديالله يحس بالحرارة لأم ديالله وغاي بدا يبكي وغا تجيو وحدا في شي مؤسسات وطلوح له ببراونا فالعالم دي اليوم بغي كل شي يقولي مؤسس لأن العلاقة البشرية يبقاش عند مكان العلاقة النسيج المجتمعي ما عندوش مكان علاش لأن ملكة مؤسس كل شي كل شي كيوالي معروف كل شي كيوالي ايدانتيفي كل شي ولي عندو نمارد صيغي وكل شي كل شي كيوالي عندو يعني واحد المكان والتعامل كيكون ما بين الفرض والمؤسسة ما كيبقاش النواسي الاجتماعي البيينية الأسرة والقبيلة والأسرة المكبهة فبالتالي ملكة طيح شي واحد مكيل قد وإلا كان في شي دولة ما فيه الشوماج والطيب وكذا صافي طاح 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 وحدة ولذلك كما هدي بينها كان نضم سان صوليو واحد الباحث اجتماعي في فرنسا دار واحد لما شي سان صوليو مشات لإسمية دياله المهم على الانتغراتيو ولقوا في فرنسا بأن العمل هو أول طريقة لإندمش في المجتمع يعني مع مدى إنتاجي المادية إلا ما كنتش منتج ماديا أنت فعل همش المجتمع ويقدر يوصل بك إلى أن تبدأ تبات في الزنق تحت القناطر علاش ولا في السيارة في أمريكان كيف بات السيارة علاش لأن إلا فقط العمل تقدر تفقد الزوجة الأسرة إلا فقط الأسرة تفقد الدوميسيل لا تغيس إلا فقط الدوميسيل لا تفقد الإشعارات البالدية للزوف خضم وإلى يعني وحتى سلسل سيلي تبقى غادفين فإذا الأنسيجة العائلة المصغرة والمكبرة والقبيلة التي كانت قبلك تكون أمفيلة سيكوريتي واحد الناس التي تقدر أهل تحت تكامعوه في المجتمع ما بعد الحداثة والحداثة ما كينش ذاك روابط البينية كين علاقها مباشرة مع مؤسسة فباش نرجع الولدات بالتالي إلا كنت إلا كنت أول هدف دينا في المجتمع ما قبل الحداثة مليكنا نرؤل الحداثة ماشي مفهوم هالإيجابي دي التقنية لا مفهوم الفلسفي مفهوم الفلسفي سلبي فمليكنا قلوا مثلا الإسلام راح الإسلام عنده منظور ما قبل الحداثة بمفهومها الفلسفي ماشي التقنية هذا المفهوم هذا كيلح على روابط بالوالدين طاعة الأم طاعة الأب طاعة الزوج الأهمية للأسرة الكبيرة والصغيرة إلى غير ذلك هادشي كتحطمو الحداثة وكنوليو في حد المجتمع الفرداني اللي هو عايشين فيه اليوم هادشي كيبدأ من اللي انت كتقدر تفرض في ذاك الإبن ديلك اللي عنده ربع شهر ولا خمس شهر ولا عام ولا عام ونسو مازال هو كربع كتصفته المؤسسة فبتالي روابط كتنقص حتى مع ذاك الأم حتى مع ذاك الأم كتنقص ولذلك هاد الظواهر دي الدور دي الأم أرى أنا أنها دور ديها في المنزل كأصل وليوم كان بزاف دي الأعمال من كورونا بينات تقدر الإي كوميرس تقدر بزاف الحويش تقدر ريموت ذاك شي دي سير فيس ريموت ورق وذاك شي دي لسير تقدر بزاف الحويش إلا بقى لها الوقت لكن بعد المسؤولية الأسرية هناك نفقة أما هادك اللي كتستاغل ف لا اسمح لي هادي اللي قلتيني تخدم من الطاب من ناحية المالية كيف خاصو يتعامل شوف من ناحية المالية الزوج عنده مسؤولية واجب خاصو يسكنها ويكسيها ويطعمها مما يسكن ويطعم ويأكل إلى غير ذلك لأن الفقير رغي دل اللي في المستوى دي ولكن الغني ما يعاملش مرة تفحل مرة الفقيرة لا خاصو يعملها ولذلك يقول الفقهاء إلى تزوج تي واحد المرة اللي العادة ديالها في الأسرة ديالها أنها تخدم تقريبا تخدم يعني عندها واحد المستوى توفر لها ضعف ملائمة إلا ما وفرتش ضعف ملائمة تقدر تصير ها وهذا ليس الحالة ديال المرأة التي كانت تخدم في عائلتها مثلا هي كانت تعاون الطهر عادي أنها تعاون زوج ها ولذلك هذا التعامل المالي لأصل أنه توفر طبعا الكماليات كل واحدة على حساب المستوى ديال ولذلك الإنسان ما يكونش بخير وما يكونش عاو تاني مسرف يكون واحد الواسط لكن ذلك شيء الواقع في الغرب المرأة تأخذ النصف ديال التروة وذلك كله لا أصل ولا أخي شيء ولذلك في الغرب ينصح بال prenup لكي يعني تعرف المرأة أنه ذلك شيء إذا كان هو يخدم رأي ما يمكن لاش نجي يتأخذ النصف لماذا المفهوم اللوجيك ديال لاش نهية المنطق ديال ما هو المنطق هو أن كما قال النبي سلوى الخراج بالضمن بمعنى الذي يستحق خراج شيئ يعني ربحه هو الذي يتحمل خسارته لكن في هذا المقاولة للزوج إذا الزوج در إفلاس وش تجي المرأة لا ولذلك إلا ربح تهي الله وإني اسمح لي أستاذ الحلو بقيتك تفسلي هذه القضية لأن فهمتك وإني كانت المرأة قارية وقرأت وقرأت وتقدر تخدم بأمضون صاريخ وإني خلت كل شيء لها باش تقابل دارها وأطفالها يعني ضحعت هي محد ناحية باش تقابل وتقابل دارها وهو كيخدم وكيدير ديبيان ولا كيدير شي حويج واش مقدمش بإن مثلا دار شي حاجة تكون تايا عندها حق فيها حيث صاريخ خلت كل شيء يغدى بإني تغدال لذلك الراجل خلى ديك المرأة ويضح تقول شيء على عود ده نقول مثلا بعدها صارت نجل الزواج وخلى خلى بلولد وخلى بكل شيء هناك نجل حق يضيع لا أنا أقول لك حيث أولا دائما تحط هذه كلاسية مدخلة يقول لك لو الزواج دار إفلاس واش هي غد لا هي غيبقى الزواج عليها مسؤولية ولما قدر شين فقرة ما يمكن ش يبقى أنصر يقدر يتفارق ولذلك يعني طبعا الأفضل أن هتصبر معه لكن هذا الزواج إلى دار إفلاس لا المرة لديها دخل واجبات تسكنها وتكسيها إلى آخرين وإذا هبط المستوى تستطيع تحاول تسبر معك طبعا مسألة عادية ولكن كيف يعني تقول لي هي عند الحق في واحد الحاجة لما خدرت الخطار دي لها لا لماذا لأن هي توفرت على واحد الأمان ما هو في حل الأجير عموما طبعا كان أجراء لديهم أجراء عالية لكن الأجير عموما يقدر يكون عنده أجراء قل من المقاول ولكن عنده أمان ورحة البال وتوقيت وحياتهم ضماء وفي الليم يحترس على الخضية لم يتبقى المقاولة والمحامي يطلق في دنيا هو حط لأن المقاول لا يتقتل وش وقت الخدمة مع فكيبقى المشاكل تابعين هذا لا يكون فخ كله لم يكن المرأة وإذا كنت راجل حقا لا يخص تدخل في الدوامة الإشكالية أصلا ولذلك طبعا كما قلت كيف المتعة والنفقة وكذا وكذا كيوفر لها أمان وبغاية هي تشتغل ووفق لها هو لا يوجد إشكال ولكن في الضوابط لا تقل لي أمو صليخ في عمل في اختلاط وتبرج وعمل حرام وكذا لا يمكن هو الزوج أصلا يقبل له لديك شيء من باب ضرورة أو الحاجة ويحاول يقلب على منظومة عمل لا يوجد هذه المحاذير الشرعية فالمنظومة الدنيا كما قلت لك بالنسبة التي مطالعة عليها الفيديو سانس الكويرانت يعني منسجمة ولكن إلا أخذ أجزاء ديالها أتبان لك مخدمة فهمت كيف يتقرب الصورة عندك الحق ومغي ما عرف كتبان والأفضل المثال هو أن يسأل النبي صلى الله وعلى الله كانوا في البيوت ومعززة مكرمة شنو الإشكال يعني أعطيك أنا واحد المثال بس تفهم القضية اليونان قبل 2500 عام من اللي كترع عليهم العبيد شنو داروا شنو وقع قلسوا تكاو مع رأسهم في التأمول بدأوا كديروا فقط ما يبقوا في الأعمال اليدوية المتعبة أعطوا الأعمال اليدوية المتعبة للعبيد بدأوا كديروا رياضيات البيولوجيا الفيزياء الكيميا الفلسافة الهندسة بدأوا كديروا التأمول يعني في حالنا خدوا واحد لغة خيطة تنتيسيب وحنا أصلا كرجال علش كانت تعبوا باش واحد لوقت توصل يعني عموما بنسبة للمنظور العام يوصل واحد للسن ديال التقاعد اللي يقدر يرتاح فيه وينفق عليه تنفق عليه واحد جهة أخر الإسلام يعطي الحق للمرأ من نزغه من البداية حياة ديالها مع الأب وإلى أخ يكون الولي الولي هو هو الولي فقط هو من هاد التخربقة ديال بغينا نحيد التعصيب لنما فاهمينش المنطقة ديال التعصيب أنه في حال غياب هاد الأولياء هاد راح العام مطالب أنه يساعد إذا كانت فقيرة فالمنظومة جد منطقية ولكن اللي بغيفة وهذا القديد بلد في بغين الإرث يرجع متساوي من الرجل المرأة وهذا يكاد يكون يعني رد للدين الآياد القرآن اللي فيها الإرث كتب داع باش كتب داع يوصيكم الله وباش كتسالي فريضة من الله إلا بغيتين تتلعب بين هاد الجوج ستتنفخ في حالة أيا فيغوي مقفالة أنا غير مهم مش هي رأي ديالي ولكن في نفس الوقت بحالة سؤال مسألة ديال أن المرأة ما توردش في بعض الأحيان واشترا في بعض العائلات كيكون الأخ مثلا فاش كيكون الأب مات ولا كتلقى كتلقى الرجل اللي قريب من العائلة ديال المرأة اللي نورمال مخاصة تورد كيستغل الدين وكي تدي لها رغم أنها كي تدي تطول وكي تدي لها حسب الوضع ديال حتي لكن كي تدي تحقها هذا هذا أكل بالباطل يعني هذا ظالم هذا لا هذا خص القادير رجع للحق أنا أنا نعطي مثلا مثلا شي وحدة مجوجة وعندها بنيتا مات الرجل إذن هنا الأخ ديال الرجل خاصو يورد طبعا لكي الأخ شيء أنا ظالم وخداء ولكن في نفس الوقت المرأة محتاجة كتر من ذك شيء محتاج هو وما محتاج خدام وبي خير عليه ولكن المرأة ما عنده هاد الحالة هاد الحالة هذي واش زيما أنا كتب اللي غير منصفة نشي لا لا هي منصفة لاش لأن عاوتين يحط لسيمة ذاك المقابلة اللي كنت قولك في حال هاد الأسرة تحت في الفقر خصو هو يضخن دائما حط قبالتك الخراج بالضمان الذي يأخذ ربحا يقابله مخاطر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية اللي فيها هاد قضية دي رزبهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدت بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارد مثل ذلك فهذاك الوارد مادم دخلت في الآية خصك تعرف أن ذاك البنت تقدر تحتاجك في أي لحظة من حياتها إلى أن أن تموت إذن خاص يكون ملزم باشي إلا وقعش مشكلة خاص يكون ولن هذا هذا شوف إحنا ما نغيروش الشريعة لأن المجتمع فسد نقادو المجتمع باشي طابق الشريعة دو فيزيون ديفيرون إلا بقيتم تبع الفسد المجتمع رح يلميتي إذا وخاص يورد مع مع اللوب إليكاتيان دي الانهو يكون يقوم بها الحتعادية إلا وإلا وإلا وقع الفقر خاص وهذا ماشي كنقول رحى المجتمع فسد الناس هاد الأعمام بقوش من باب النافلة فولكن خاص المنظومة تكون منطقية نهار توقف عليه لا قدر الله إلا أصابها الفقر خاصة ينفق عليها دب النتل تقولوا على الزعمة على الزعمة الراجل عنده حق كثير من المرأة كيف يفهم كيف يجي يوم مثلا بحل إسلام ظالم لا هو شوف الراجل عنده حق كثير من المرأة في أشياء والمرأة عنده حق كثير من الراجل في أشياء وش الراجل أيلقاش واحد اللي يجي نفق عليها هو يتكا هو في الضار مع وليدات وينش طبعا أريد أن تقول شي حوائج لما تقدرش أي واحد يقوله مراهز بالصح راح يديك راح كيف نقولولها راح أفوانطاج كبير عند المرأة اللي تقلس وكي نفق عليها الراجل هو يخرج نهار كامل واخد دام ويجي حقوق راجل لأن النسوية العالمية تغيرت بزاف يعني استحوذت على كل جه واحد الفيديو واحد اللقاء اعطيت واحد الراديو أنا أعطيك واحد ملومة جديدة واحد مؤسسة دولية منذك الجوج الكبار اللي يعطي الفلوس للناس في العالم للبلدان وهذا خبر جاني من الداخل فيها أخذوا القرار بأنه ابتداء من 2025 ما تعطيت شي تمويل إلى مكان قضية جندرية وراءها فالأجندة غادة انت كمسلم تحاول تحاول تبريزر الدين دير كل قلب دائل أما الأجندة العالمية غادة وهذا قرار تخذ في واشنطن فالأمر يعني ماشي سهل لذلك القابض على ديني اليوم كما جاء في الحاديث كان قابض على جمرتين من النار ولكن لمنظومة الدينية أفضل بكثير من قلت هذه المسألة ونبعد شي شوية على الوضع في الوضع الحالي خاصة من ناحية ديور الناس يدوزل الكريدي وما كان شي طريقة واحدة آخر من ناحية ديور من غير بالنسبة لك كان شي واحد ما بغى تحفظ الفخ هذا يريبا الأبناء تشاركي كنظم على حسب الأسئلة التي كانوا جاء هنا لبعض قال لك هاذ الأبناء التشاركية والطريقة ديورهم واش هي طريقة حلال مئة بالمئة واش هو زيما يدخل مش البنكة اشتراكية وانطمئن ولا خاصة الحيطة والحضار خاصة الحيطة والحضار ونقول لك هلاش ولكن كان واحد المسلمة أولين خصن نقشوها هي ما كانش بديل هذا غلط علاش كان بدائل كتيرة من غير المصاريف التشاركية ومن غير المصاريف الريباوي الموقف ديالي من المصاريف التشاركية شرحته مزيان فوح تشارك فيه ساعة اسميته الموقف من المصاريف التشاركية فكان عطي الديطايل اللي ما نقطرش هنا نعطيه اللي منه فيه ساعة لكن عموما حول نلخص أولا نبدائل كتيرة كان ما يسمى بالتعضوضيات اللي كوبراتيف هالتعضوضيات كيجيو ناس واحد الخمسة والعشرات الشباب تافقوا كيشليوا أرض علامة كي عودو يطلعو السوف الشي شوية كيبنيو الساس وما غادي انضي قدق التعضوضيات ويدادية الحل ويدادية الحل الثاني هو ما يسمى في فرنسا بلو كريدي فوندور ما يعني ويقدر يكون تهنية بمعنى كتشري من عند البائع بالتقصية المباشرة كتلقاش واحد عنده ديور ولا مقاول كيقبل أنه يبالك وبدأوا بعض المقاولين كيدروها في المغرب غير الآجال ما زالها قصيرة كيدير 6 شهور عام حال شكلي كنشوفه في دبي على خمس سنين كتخوصة دارك بلأ انتريح دبعنا في المغرب غنمشيو في دكترا كتير دبي يعني غير دابا المقاولين مزين كيخافوا شويك دوست شهور عام ولكن دبع شو يعمل غير تزيار السوق ديال العقار غير يبدو يطلقو عما خمس سنين بشير بحور يبغضو مخشي لأنه السوق ديال العقار ماشي ما يمكنش واحد البلاد اللي في النمو الديمغرافي ديال جوج اللي هو المغرب يعني جينيغاسيون غير تعطي جينيغاسيون قدة ماشي كتر منها غاد نتبقى تبني انتكتر شكولي غير يسكن في هادشي انك تجيب حد لقيتها اي ساتيغي اه اي ساتيغي ما يمكنك تبقاتي فبالتالي هنا يا عنا لدينا الكريدي فوندر هذا هو الحل الثاني اوكي أنك تشري بتقصية مباشرة معدلو فوندر وهنا لا يضر أنه يبيع لك مثلا الداز ديال المئة بيع لك 120 و 130 شرط الواحد أنك مليك سنين معه العقد لا يعود شي تغير المبلغ لأن مليك سنين ما يبقىش بيع يشراك يولي دين والدين ما عندك الحق تبضلو مع الوقت اوه فمسين يلدر سيغرام التأخير ريبه الحل الثالث هو ما يسمى بلا فونطان لتا دفوتير غاشيرما الفيفا بيع هو البلان هو شرع البلان كاتبشي عن المقاول اللي كيكون غيبني واحد العمارة على ثلاث سنين ولا أربع سنين وكاتبقة تعطي انتها بشوية بشوية تغادي وكيبني المليك أعلمك تسالي انتها يكون هو وجد دار هذا الحل الرابع الحل الخامس هو أنك تسلف من الأقارب دارت لقرض الحسن هل يمكنك دارت دارت يعني فيها قوال عند العلماء ولكن عموما كاسميها لوفموني كاسميها لوفموني بمعنى كتشوف الأقارب كتسلف وجاء في بعض الآثار قرده دارهم يعني كصداقتي دارهم بمعنى اللي كيسلف رامشات العقلية لقرض الحسن مع الأسف لأن القرض مشي معاملة ربحية في الإسلام معاملة دير ربح مع الله سبحانه وعلا فمليك تسلف شي واحد رأي في حل صدقتي وإلى جات لي شي ونصوص برتي كل نهار عندك في حل بالمدك المبلغ لي تصدقتي يعني واحد الأجر رهيب ولذلك بعض السلف كانوا يفضلون واللي كيقتارض كيجتهد كتر من اللي كياخدها باردة ما كانقول صدقة ممزياناش كان بعض الحالات خصونا الصدقة ما عندهم مني نجيبة ولكن كانقول القرض فيه تحفيز أكتر لأنه يخصوها رجعة فكيجتهد باش يمشي يشتغل يدير محلابة يدير خبز يدير شي حاجة باش يجبض هذا المبلغ فهذا كتما لوف موني المسألة الخامسة هي معاملات المختلفة المصارف التشاركية كان حيل المشاهدين لهذا الشارط الاسميس والموقف من المصارف التشاركية عموما في المتالي في أمريكا كانوا معاملات مزيانة ما يسمى بالأبناء الإسلامية اللي هي المشاركة كانتشاركوا في واحد دار وكانتبدأ تشري الباخ بتي طابتي بتمنسق كل أخطرة كانتشري مثلا ساك بوخصان بتمنسق فين ما نطلع هذا مهم كانتشري بتمنسق والباقي كانتشري كراتو لأنه مش هيدية همتين هذي معاملات كان الإيجارة المنتهية بالتمليك كانتشري ومن بعد كانتشري في آخر المطاف كانعو تناني ليزينج غير هو الليزينج فيه محاضر شرعية فيه البنالي تضغط وفيه الاسيوغانس وفيه عقدين في عقد فالليزينج فيه إشكاليات لكن كيشبه كيشبه للتقريب فقط فكين حلول كتير كين حلول وخصك عرفة القضية لكي يفنطر كي يديروها للنوطيخ في المغرب غير ما معروف وخصك ديما الحل هو البنك علاج لأنكين واحد مؤسسة صخص يكون فيها الناس يربحوا الفلوس والإنتاج ديرهم في المجتمع ما ما كان إنتاج كينش ناس في كومنترا السير حلو تيقول بيناد الأبنك تشاروكية بحل خدعة من الأبنك الرباوية بش يجيبوا ذلك المسلمين رحلة كاميرا مسلمين زحبين يجيبوا الناس اللي ما تقربوش من الأبنك العادي يجيبوا ذلك الفلوس أنا أعطيك واحد الميتة اه واحد خد انت واحد كيبية الخمر فوحد الزنقة وعنده واحد شي في غضافيا نقوله واحد مليون في الشهر ولا عشر ولكن عنده واحد الفئة ديالنس ما كيشريوش من عنده ما كيشتربوش شهر ولا نقوله سيببغ تقعك بيع الخمر ولاحظ ان الاج بدك الفئة ديالنس غير بحكتر فبدك ينقص الخمر وبدك يحيي الخمر وبدك يدير العاصر الليمون وكذا وكذا وليفتح مجازان ثاني يدير عاصر الليمون ودير اشياء أحلى فهذا هي تقدر تقول خدعة ولكن هي حب في ربح لأنها في آخر المعطف مادية فالناس المالية الإسلامية خاطبوا الأبناء الربوية وبدك الواقع الواقع الربوية إلى درجة أن في السعودية بعض الأبناء الربوية انقلبت كليا إلى الأبناء الإسلامية منها بنك الجزيرة إلا ما خانتني تذكر هذه كان بنك ريباوي يعني شافوا ربح كتر دباف الأبناء شافوا ربح فقلب فيقدر يشوف ربح كتر ويقدر يتذي نيتوب كين جوج للعواميل يقدر يكونوا بجوج فطبعا كين اختلالة كثيرة في الأبناء التشاركية وكين بعض النس اللي في الأبناء التشاركية يعني ما مقتنعينش أبدا بالمنتوج بل يدورون الميدان ويأخذون بأقرب المنتجات إلى ريبا ولكن هذا ما كيمنعش أن يعني أنا المشكلة عندي خصوصا مع المرابحة للآمن بالشراء بالوعد الملزم وهمش للجلية باش نجيكم من الأخر الخلاص أما أن المصري يشري واحد المخزون دي السيارات كين ما كيدر واحد المصري فهنا في الساحة ويتملكوا وما يكونش عارفوا شي يبيعوا لله وعادي يبدأ يخسي لأن هذا يستطيع فحل كون يخصدقوا خصوهم يدورون العقار الآن خصوهم يجي واحد المقاول يصير عشر العمارة يقول لأن نشرح من عشر العمارة لأن لأن كيربحوا ألاشا في شراء كيربحوا فعض ما يشري الضرب حتى لا أولا الآن المصاريف التشاركية بثاف منهم هم يخافوا. وتانيا ما عندهم ش سئولة كافية. وتالتان بزاف ديال الناس في المصاريف التشاركية جابوهم المصاريف الريباوية فعقليتهم ريباوية. ما ما يقدوش يخرجوا من راهل. علش انا ما كنستعملش بنك كنستعمل المصاريف لان اصلا كلمة بنك ومنظومة بنك. تقريبا ما مطابقاش مع الشريعة. قضية ديالة اه اه الى اه الى اخير اه 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 دكشي ديالة بريبا والفيتمانية والفاكشن الريزوف بريبا الى اخرى اذك شكل ما اختمش. ولفت انك تقلس بلا بلا يعني بلا غيسك وتربح. اه 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 لابنك ما عنده تغيسك من غير غيسك ديو كنتخل الطغطي. من غير الغيسك انك ما تصدرش. وهذه المخاطرات من المخاطرات التي لا تقرروا ربح لانها تقدر تتابع الوراة. خلافا مع الغيسك الاخرين انك نشري منتوج وتخسر في اطار هذه العائلة من ناحية الكرياتي. البعض كان يسغل على الاستثمار ما هو الاستثمار الحلال الذي يقدر يدره شخص. مثلا يقدر يدخل واحد الالفين درام. الف وخمسمين درام. ولقع اكتر. ما هو الاستثمارات التي يقدر يدير. التي يقدر تكون حلال. وما يتحشف هذا الفخ بطريقة ما. والسؤال الثاني. ما هو البورصة الدار بيضاء والمغريب. ما هو الاستثمار فيها حلال. ولكن الاستثمار فيها حلال. ما هو الحويج المهمة في الشركات التي يجب أن يعرف قبل ان يستثمار فيهم. باش يكون من ناحية الحلال أو حرام. سمح لي. سمح لي يا سيد. قطعتك. عباين القوسين باش نسدو هاد الالقوس ديال الابنك التشاركي. فسرتين نزع ما رأيك مغي زع ما ككونسيف للاخر. الكونسيف هو اي واحد عنده حساب في بنك رباوي يسدو وينقلو الحساب التشاركي. هادي المعاملة اللي كان. يعني وخف اهد اختلالات هادو. لا لان هذا اللي كحل الحساب. ماشي غاي يدير مرابحة. ماشي غاي يحل الحساب. اهه. غاي باش ما يبقاش في البنك الريباوي كعتمو فلسون باش يسلفون بريبا. دك. ينقل فلسون البنك التشاركي. الى القى مصارف تشاركي اللي كيدير معاملات نقية. اه اه ما فيهاش اختلاف ما بين العلماء. فحال هادي ديال اللي قلت كدابة كيشري مخزون ديال السيارات. وعاد كيبيعوا بشوية بشوية. هادي كائنا في المغرب. نقدر نسحبها هادي. دك. الى يعني حسب الطلاع ديالي معاملة مزيانة. لقا بعض المصارف كيكون عندهم ديور ما بيعش ما تباعش. شراها ودالوا وعاد الملزيم وفي اخر ما طاف الزبون تراجع كيكون عندهم خزون ستوك. هاد هادو اللي متملكين فعلا. ماشي اه تشري وتشني. يعني تشري وتبيع في نفس النهار واخا فيها خلاف ما بين لهم ها ندخلوا في هذا شيء. ولكن انا كيجمي المعاملات اللي نقييمة فيهم الشوبة. كيجمي نهرب من الشوبة. فبالتالي ما اللي كتلقى في حال هادشي اللي كاين في ستوك ديال اللعبونك. ديور ما بيعاش. ولم خزون ديال السيارة تشريها بالقغو. وعاد كيبيعو. هادو نقدر نسحبهم. اللي كان نسحبه ها كل شيء. هي انه إلا كان عندك حساب في مصارف ريباوي. نقلو المصارف تشاركي باش لا توعين على الإثم والعضو. داك. نجاوب داك. داك. اسمح لها زهر غيم. خفت مسالك. طيب. قد يأم زيان انك استعملت واحد المصطلح لأنه. إلا ذكرت البورصة. بلا الاستثمار. امشيوا لأذهان ديال الناس للتداول. تداول أنا الموقف ديالي واضح منه. من ناحية. لانا كان فتاوى اللي كيقول لك تداول قمارة. وقفت عليها ديال كان ضمن شهور أل سلمان نقلا عن شيخيه الألباني أنه. البيع والشرع على فرقة الأسعار. الشيخ إيمان الدباخ. يقول لك المنصات كلها يعني تداول في المنصات كلها قمار. فكين فتاوى. ومشيها ذاك شيء اللي كان قول لي. في ذاك الشارت اللي أنا درس غيت شبيه. مشي قولت لأنه. أنا كان نقل عن العلمان. ديت شبيه ما بين البورصة وصل للقيمة. هاد شبيه من ناحية الاقتصادية كين. قالوا كينز قبل مني. مشي أنا ما جمت شي عاجة جديدة. لا فهمتك. غير في واحد. حيتوى شوفوا في واحد المقطع. وغن نقع عقل على هاد القضية دي مش نرجو علم. فمزيان مليحية التداول لأن الموقف ديالي أن الشباب يتخلوا عن التداول. يبعدهم التداول. يشدوا لي كونت ديالهم. ويقلوا لها حاجة أخرى. علاش ديال هاد القضية نقضى نفسرها. أتخذ شوية اللوكس. الاستثمار مزيان. كما قلت لابوكس فيها المخشي بخيمير مخشي سوباندير. المخشي بخيمير مزيان إلى انضغط بالضوابط الشرعية. الاستثمار في المخشي سوباندير بمعنى buy and hold for long term. بمعنى يعني واحد المدل اللي هو كيتجاوز العام. علاش لأن الملكة تشري السامت الشركة شنو بغيتي. رأي ماشي بغيتي الغين في الزيادة في رأس المال وتعود تبعي. لا. هذه تقدر توقع في الاستخطب لأنك تقدر تشري وهي تكون تخسر الفلوس ولكن القيمة المالية ديرها تزاد. هذه تقدر تكون في الاستخطب ولكن شركة اللي في البورسة تشري الريع. لا نسميه الشريع للنادف ندرى المارسك سياعة أو تنفية مشكلة للأرباح لديفيضان. فهذا المنفع الذي تأخذ من الديفيضان هذا استثمار. كما قال كينز استثمار الوحيد الحقيقي هو المدى الطاوير. حاجة أخرى ايكونومي كازينو. هذه قلعة هو مجيئة أنا ولكن أنا درستها في الأطروحة ديال. نقدر نجبدها لك رجل معي الأطروحة لو قد نجبدها. نقدر نوقفه على الأرقام. على مدى القاسير عموما كينز ايكونومي كازينو الشباب خصومي بعدوا من هذا المجال. كين بدائيل نقدر نذكرهم بعد. بغيتين هتروف البدائيل بالنسبة للشباب. كما قلنا كين الإيكوميرس المنضبط بالضوابط الشرعية. كين دكشي ديال أبورك وفيفر دكشي ديال السيرفيس أونلاين. كين دكشي ديال سي او دي تا وقرب دكشي ديال الإيكوميرس المنضبط بالضوابط الشرعية. كين بجموع عدل مهال اليوم كين بدائيل الحلال. إلا بغى الإنسان يخدم في الأنترنت. وخان ما ما فهمت عجلس الإنسان اليوم بغي يريدك. ما يتحركش يعني بغي يريدك بلما يخرج من المنزل دياله. ومهم يقدر يكون اختيار على أي حال كين بدائيل حلال. أما الاستثمار مزيان. حيث الإنسان مزيان أنه لو فرشي شوية الفلوس يستثمر. وينوع يكون واحد اللي بغي يخصي فيه. يقدر يستثمر في استخداب سواء كيعرفهم ولا في العائلة دياله. ولا في المحيط دياله. ولا مثلا إسلامي كراودفيندينج. إن كان منصة الإسلامي كراودفيندينج اللي كيجيوهم دي استخداب. يعني الشركات ناشئة. وكيبيعوا الاكويتي كيبيعوا الشيرز كيبيعوا اللي كتدخل معهم في الربح والخسارة. هنا في المغرب. حبوا تبير للمينصات كيني على بر. هنا في المغرب يقدر يكونوا الآن في الكراودفيندينج كينغير لدوناسيون ولكن رجل قانون الكراودفيندينج. فبالتالي اليوم را كينش شباب يخدمين على منصة دي الاكويتي كراودفيندينج. وهذه تكون مزيانة إلا كانت الشركة ما كنت تتعاملش بريبا أخدا وعطاءا وهذا نقدر نرجع لهذه المسألة هذه. دونك في البورس الدار بيضاء أنا من قلبت فيها. كنتظن كينغيشي شركة ولا جوج اللي عندها zero debt. صفر ديون بريبا كنتظن كينغيشي واحد ولا جوج. كما قلت كين هاد الميار في اختلاف اللي بغاي يفهم الاختلاف. يرجع البلايليست اللي اسمي هك خيبتو اي بوخس. البورسة الشفريات في القناة ديالي. لأن الاختلاف خصو شوية البسط. مهم لأي وفيك تقول لك 33% ديون رباوية ماكسيموم. 5% دي المداخل الحرام ماكسيموم. وأصل نشاط الشركة يكون حلل. وماكسيموم 33% دي سوئة. مجمع الفقه الإسلامي يقول لك لا. أصل نشاط الشركة حلل هو صفر ديون رباوية. لماذا؟ لأن المساهم هو في مسؤولية أعلى من المدير. فهو إذا أعطت الشركة ربا أو أخذتها فهو يعطيه ويأخده جزءا من ذاك الفائدة ربا. لأنه عنده شيرز. ليس عنده منتج آخر. فهنايا في الدار البيضاء ما نظنش كين وحدة ولا جزء. ومعرفش لقناعات دينية أو لقناعات أخرى. فعلى أي حال هنا خص المستثمر يدير ديو ديليجنس دياله هو. يعني يدخل القوائم المالية البيلان ويحلل ويشوف. وهذا شيء ماشي في المتناول ديال كنظم 99% ديال. ولا 95% ديال الشباب اللي كي يديروا التدور. أنك تدخل القوائم المالية ويكون عندك الباكجروند شرعي. هذا شيء كنظم 90% ما كينش. ولكن يقدروا يستعانوا بناس اللي عندهم هات التخصص. هاته مجيعة. في الخارج كين. في حال ذا بف دول الخاليج كين ما يسمى بشركة النقية. الصفر مديونية رباوية والمعاملة كلها مع البنوك الإسلامية والمصارف التشاركية. الشروط باش تدخل أسواق الخاليج سواء قطر أو الإمارات أو السعودية. أنا ما ما ضبطهاش مزيئة. كينعا وتاني كذلك إسلامي كراود فاندينج منصات كيدخلوا كيجيوها مشاريع شركات. في دول كتيرة في إنجليز في ماليزيا إلى آخرين. كتعتك أنك تدخل بطداء من خمسمائة دولار تلتمائة دولار ألف دولار إلى غير. أنتك سمية ديال هاته؟ ما كتبغيش. كان فضل معنا عتاش سمية أعطيال هاته في هاتوك المنصات. واخا هما كيقولوا إسلاميك خاص شوية ديالجو ديالجنس. تخطرات كيجوشي مشاريع فيهم شركات يعني الدرجة عندهم قرارة دريبة. لذلك ما كنبغيش نعطي السمية ولكن لو كانت تواصل على الخاص. نقدر ننصح بمشروعينما. فالبدائي الكائنا. كذلك كان استثمارة الدفاعية. دهب. كان هذا الدفاعي وسائل. يعني تشري. 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 عندك. البيبر غولد. هذكر ما أختمش. خصي يكون. خصي يكون. يعني إلا غير شري. تشري. ولا غير شري. مشي التدول. للحجز. الأخذ. يعني غير يدخل في الوالد ديالج. القبض في البلوكشين. هو أنه يدخل في الوالد ديالج. إلا بغيتي تبعاد من شبهات. فإلا شريتي الدهب. خصي يكون. كذلك. يعني. ومشي. يعني مشي قاسيمة. في مكان ما. إلا شريتي. واحد للمقدار. خصي يكون. خصي يكون معروف فين كائن مستوكي هذا الدهب. وإلا كانت القاسيمة يعني معروفة يكون أفضل. فهمتين. فالدهب خصي يكون كائن. أو تستوكي عندك. تستوكي عندك. تستوكي عندك. تقدر شي عند الدهيب. وتقول له بغيتي الدهب ديال الدوبان. ديال الدوبان. الدوبان هو الذوبان. يعني. التامن ديال القديم. فهمتين. لأن الدهيب. خصي يكون في السواق ولا هادا. لا. وإذا الدهب كيتشرب أشي دوبو. صافي. هادا الدبني هاي تستعمل. كيكون واحد البراص لمية. ولا واحد الخاتم. مدك دبو لهذا. هادا كيتشلال الدوبان. وإني من كتبغيت ترجع تبيعه. مثلا شي نهار خبعته واحد فانطو. إلا شريتي بتامن الدوبان. بلعكس تامن دياله غايت ذا. بصح. الدهب علامة إلا شتي الدهب في آلاف سنين. تامن دياله كيبقى خزيين. هادا غني الموت. القرام تشي لحب غيره بين غربة. مية سمية الدرام. ده برعا شي ستمية واقعنا. مية رمود ده. المهم على أي حال على حسب. شوف على مدى القاسر يقدر يوقع تغييرات. لكن دهب مليك أشوف على مدى آلاف سنين. دي ما كيحافظ على القيمة دياله. قدومك عن قولة حسم للأسهم يعني إنسان حالي. لا ما احسن الأسهم لأن الأسهم. من اليك تشري السهم ديالشركة أصل نشاطيها حلالة ومفايا الشريبة. تساهم في الاقتصاد. تساهم في الاقتصاد خصوصا في المغشي بخيمة. في سوق الأولية لأن بفلوسك تدار مشروع. مغشي السيقوندا نقوم نقل له استثمار. ومع ذلك أنا أفضل الاستثمار على الدهب من غير الإنسان اللي كيكون خايف. ولا ما كيعرفش. ولما كيعرفش. كذلك كان العقار يعني تقدر تشري واحد العقار والأد صغيرة يكون بواحد المبلغ لهو يعني في المتناولي لكن تمنى الناس اللي عندهم واحد توفير ومن بعد يعني تقدر يا إما تزرعه يا إما تبيعه يا إما تبنيه إلى آخر يعني كان جمعة البدائل وكذلك الإنسان كما قلت يعني مشي ذاك لا يبغيك وراح كان يعني ذاك لا يبغيك في ذاك الجهات ديال الإعلانات مواقع الإعلانات في البقتي أفاق بيزنس أفاق تماما كان بزار الأفكار كان بزار الناس كيبحثوا عن تمويل بزار الناس عندهم مشاريع وكان مواقع متخصين في الناس اللي كيقلبوا الشركة إلى غير ذلك ولكن الإنسان يحضر أصوم النصب فقط كان بعض الناس يعني لا يخشون الله سبحانه وتعالى فإنسان يحضر أصوم في هذا الباب وهذا هذا البنك اللي قلت إنك تدر هذه القليلة لمشاريع تشريهم وتعود تتبعهم سيارات سيارات وقلت إنك تدرش للأراضي وليس باقتهم لا هذوك للشقاق والأراضي تشريوا ومعودوا تتبعوا أه بقول كتبا قلت نصولك على الإسم ديال الساعة ما تدرش هذا الشيء حاليا هذو كاستثناءات على العمود نحن مقرحنا ومش يدخلوا في هذا الميدان حقيقة سيارات يبدو يشريهم يعني مثلا مقاول بناء عشرات الإمارات يشري من نوع إمارة ثمان أفضل أوكي ودعا بغا نحاول ندزل الموضوع اللي 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 عناش فاجبناك رحبا أنا كتكن دل البحث ديالي قبل ما تساعة قبل ما نصطت في كاسي الحلو وبغيت نبدأ من المشكل الرئيسي اللي هو الريبا فين نبانع ديالنا هاد ندوزو للتداول فين كين كيت جللات مما طنك الريبا أكترين ما ندروا إليها كان ندروا إليها في انت يكونوا في البنكا في الكيدي بنكا دابا كين منين قلبت كين بزاف كتلقى علماء أو لا ناس كيفهموه في الدين تقولوا را كين شو حتين تقولوا راها ما كتعتبرت الفائدة ما كتعتبرت أصلا ريبا وما كين شي حاجة اللي كنت كتبين بإنها ريبا ومنين دق مزيان في المواطوع لقيت بإنها ريبا نوعا ريبا الفضل وريبا النسيئة كين العلماء زي ما المجتمع ديالهم صراحة يقولوا بإن الريبا عامة حارة سواء كانت فضل أو لا النسيئة أنا ما غير بغيش نفسر الفضل للنسيئة نخليك أنت تفسرها بلكلمات ديالك وكين ناس تقولوا بإن استدية الصحابة منهم سيدنا ابن الله ابن عباس ابن عمار ابن مسعود ابن مالك ومعاوية كانوا تقولوا بإن لا ريبا إلا في النسيئة يعني ريبا الفضل مسموح بها باختصار باختصار ريبا الفضل هي يعني منك تربح شي حاجة أخليك أنت تفسرها من حق شنان رحبا أولا هاد الأراء ديال الصحابة هي أراء اللي يرجعوا عليها عبد الله بن عباس ومعاوية لا أنكر عليه ذلك إلى غير ذلك فهدو الصحابة إما كانوا في واحد المرحلة اللي موصلها همش الحديث ديال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبور بالمور والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيدها أوها فمن زاد أو استزاد فقد أربعة الأخذ والمعطي فيه سواء فهدو الصحيح ويعني ربما كانوا في مرحلة اللي مبلغهمش فكما قلتي بعض الصحابة فعلا كانوا هكا ولكن رجعوا لما وصلهم هدو الحديث رجعوا عند ذلك وأذكروا أن عبد الله بن عباس منهم إلى غير ذلك فريبا كيما شي حاجة لك تبدلت القنية لي رجعوا فعلا طبعا النصص اللي تبتوا أنهم قالوا هاديك كي النصص واحدين أخرى كتبت أنه رجع هذه اللولة مسألة الثانية الآن أصلا البنوك لازم يسوي ربا الفضل عموماً توم يسوي ربا النسيئة لأن ربا الفضل ما هو هو أن مثلاً نعطيك عشرات جرام الدهب وتعطيني 12 ولنعطيك 100 دولار وتعطيني 120 ولنعطيك يعني هذا ربا الفضل وريبا النسيئة ربا النسيئة هو الذي يكون مع الوقت يعني كان نعطيك 100 وكترجع لي 120 مع الوقت ولذلك قال العلماء ربا الفضل منع منع وسائل وريبا النسيئة منع منع مقاصد فاللي الشرع كيتكلم عليه حقيقةً في الكون هديله هو ربا النسيئة لأنه ولي فيه المشكلة أما هذا كريبا الفضل كأنه نوع من الغلط قد يؤدي إلى ربا النسيئة ولذلك بعض الصحابة فهذا القضية كأنه يعني الأمر كان كان لديه مختلط في أول الأمر فلما وصلهم الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح كما أعطيتك فالأصناف الستة يعني ما بقى الشك من زاد أو استزاد يعني زاد أو طلب الزيادة فقد أربا الأخذ والمعطي فيه سواء وكذلك الحديث ديال بلال لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم نأخذ الصعب الصعين من التمر فقال له أعين ربا لكن بيع بالدراهيم واشتري بالدراهيم جنيبة يعني التمر وحد أخر أما تبيع التمر بالتمر لا تحريم وسائل يعني هذيك خطوة هذيك الخطوة ولا أخذتي كيلو ديال التمر مع جوش كيلو ولكن قال لك الأخوار عافتي شنو ما عنديش اليوم غدا نجيبولك هنت في النسيئة هنت تستيمن الفضل للنسيئة ولذلك قالوا بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بمعنى ذهب بفضة دولار بيورو إلى غير ذلك من ثمانيات الأشياء التي تكون أثمانا هذي خاصة يكون فيها المعاملة في الحين بالقبض الحقيقي وقال المجمع الفقه والمعايير الشرعية القبض الحكمية جوز ومن هذ الباب دا زلدك شي ديال الحساب الإسلامي اللي غانا جيون تكلموا عليه ولكن ربا عموما اليوم كاينة واحد زوبعة كاينة في مصر لأن مصرية يعني من هذي قرن هذي الزوبعة قائمة فيها لكن أنا عندي جوز الأشريط عندي شارط يرد يعني صراحة على هذة الفتوى المصرية وعملون لا 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 يحتاجون لني أنا يعني مجمع الفقه رد عليهم ليس هناك مجمع الفقه على سبع علمي في العالم يقولوا بما يقولوا به لديك بعض العلماء ديال مصر اللي هما علماء ديال قراب من السلطة فنتكلم على علي جمعة؟ ما أنا ما كان بغيش نذكر الأسماء ولكن نعم الشارط يرد إليه وكذلك يعني وحدين أخرين على أي حال بلا ما نسميه لكن الأمر المهم هو أن هذوك العلماء كاعدك شي اللي يقولوا ما شادش لأمك لا يستقيم ولو لحظة الإنسان اللي عارف ولذلك في الشارط اللي درسنا نقل فيه الإجماع رغم أن مثلا التضخم وصل شي أرخان كبير هذا السؤال آخر حيث التضخم ربا فيه ثلاث مراحل فيه المصارف ديال المصارف ديال البنك وفيه التضخم وفيه ربح ومغا طلقت شي بنك يأخذ من عندك التضخم والمصارف لأن البنك ليس مؤسسة خيرية على الشخص اللي غادي يشري السنادات لا هو الشخص اللي بغي يحمي راسه من التضخم يشري الدهب الدهب كيحميك من التضخم والفادة وعمل المعادن النفيسة إلى غير ذلك والعقار العقار كيحميك مزين من التضخم سواء الأراضي ولا اللي مبني من غير ما تشريش في الفقعة إلا كانت ينبيل ما تشريش العقار هذا هو فهذا من ناحية اللي بغى رد على هذه الفتوى اللي تخالف العالم الإسلامي كله وتخالف المجامع الفقهية كلها وتخالف كتب القدماء اللي انقلت عليهم الإجمع فطبعاً راهي لابغي تدر شي نحراف وبغي تتقلب على شي عالم في العالم كي قل بها تقدر تلقى لأنها أي عالم كي غلط ومن تتبع رخص الأئمة اجتمعت فيه شرور الأمة إلا قلت هذيك قلبها حلال هذك وهذي قلبها هذك حلال وهذي قلبها هذك حلال وهذا هو الدين ديالك من فعل هذا تزندق وهذي قلبها العلماء بحيث العلماء المداهب الأربعة يقول لك أنك تأخذ في المداهب الأربعة بهواك لا يجوز أنا كنت مبقيتش عقل صراحة من أنك نلقيت هذه الجملة هذه لا ربا في المال وإنما في الذهب والفد حيث ما هذا قال لك من أنك ذكرت الربا على المال الآن شنو الأعلاج الذهب والفد أصلاً تمنع في ذاك الوقت سؤال تمنع فيها الربا لماذا؟ باش كانوا يبيعوا يشارعوا في ذاك الوقت إذن مقصود الشارع كما قال العلماء وعلله وهو مذهب مالك والذي به أخذ المجمع الفقي هو الثمانية بمعنى وكما قال ابن سيمية مطلق الثمانية بمعنى أي شيء صدق فيه اسم عملا نقود ولت نقود صار فيها ربا يجري ولذا جاء عن الإمام مالك في المدونة لو اتخذ الناس جلود البعير البودوشامو جلود البعير ولو اتخذ الناس بينهم جلود البعير وكانت لها سكة وعين لكارهتها أن تبع بالذهب نظرة بمعنى عندنا واحد المعطى الثالث وهو جلود البعير ولا موني ولا كورنسي ولو الناس كيت بيعوا وتشارعوا به قال الإمام مالكي لولا هذاك موني ما تبيعوش بالذهب ما تبيعوش بينه وبين ذهب ما تشاريش الدهب به ونظرة هي تخلص من بعد يعني هكوار بس تخل في الحديث دي لها فإن اختلفتها دي الأصناف يبعوش كيف شئتهم إذا كان مهم بغير سنعقد الناس من ناحية الفقهية لكن أمور من ناحية الفقهية واضحة عن الفقهاء من غير هادوك لديلين الزبعاء في العالم وهما يخالفون أصلا الإنسان شتيلا بغير يفهم الإنسان ربا يقرأ غير صورة البقارة ويمشي للصفحات ثالثة قبل الأخرى لفيها آية ربا وغير يقرأ أنه فإن تبتم فلكم وأوسأ أموالكم مثالي هنا ما يحتاج للسنة ما يحتاج للسنة طبعا السنة وبين الكتاب لكن غير في القرآن المسألة واضحة محصومة تبتي عندك راس المال راس المال شنا هو الكابيطال هو بخانسيبال سميه كيف ما بغيتي راس المال أعطيت مياه أخذه مياه إلا في حالات خاصة مثلا أعطيت مياه ونتحرب مثلا ولا السلطان بالضن النقد ولا وقعت شي زوبعة والنقد طيح التولوت هنا العلماء يقول لك هذا يعني هذا الضرف طارئ هذا يسمى الكساد وفيه لا يضلام الإنسان بمعنى ذلك الإنسان يسلفك لا يضلموش أما 1% زيدة 5% جوج في المياه الإنسان يلا بغي يسلف شي واحد على المدى الطاويل حيث المدى القصير لا عبرة في ذلك 1% جوج في المياه 5% لكن يبغي يسلف الإنسان يسلف له واحد النقد اللي هو عالمي وليسلف له الذهب ولا فئده يكسب الأجر ويحمي راسه من التدخم هذا الحديث اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة من صحيح البخاري هذا كيف يش نقدرون قد نفهمه بأن ربا الفضل لا ربا الفضل رأى ممنوع بدليل لأن الأحاديث لا تقرأ في معزل من الأحاديث الأخرى وكيدونك فصل لي أفقد الحديث هذا الحديث هذا بمعنى الذي حرمت حريمة مقاصد المقصود كما قال العلماء الذي حرمت حريمة مقاصد هو ربا النسيئة وأصلاً نحن نمعنى مشكلة في هذا لأنها ربا النسيئة وليكين اليوم ربا الفضل تقريبا ما أبقاش في الكرة الأرضية قليل جداً يعني نقدمت عمله ربا الفضل لا ربا الفضل ممنوع أنا غسم حديث براء الله ما فهمتش النبي صلى الله عليه وسلم تقولك لا ربا إلا في النسيئة يعني غير في النسيئة طيب أنا نقولك واحد القضية إذا خل رجل بمرأة كان الشيطان ثالث هو خلوة الرجل مع المرأة جائزة ولا غير جائزة غير جائزة غير جائزة ولكن ذاك الخلوة أصلاً واش فيها شي مشكلة ما يوقع فيها شي مشكلة يقدر يوقع فيها مشكلة مفترض يعني محتمل ولكن مقصد الشارع سد باب جميع الدرائن التي تؤدي إلى الفسد فبالتالي ربا الفضل هو قال بعض العلماء أنه حرم تحريم وسائل بمعنى هو حرام تحريم وسائل حتى لا نسقط في ربا النسيئة اللي هو يعني فيه ذاك الكلام الكبير فهمت تقول لي مغير لاش تبا نبي صلى الله عليه وسلم ما حسومش فضل أمر زع معك لا لا محسوم محسوم رجع الفيديو دي اللي رك نتكلم عن ذاك الحديث بالضيطة باش ما ندخلوش للنسيئة يعني في التشعوبات الفقية وكي تلفش شوية القدر لا لا ما كي تلفو غير قرار أحاديث كلها في الباب ما تقرأ شيء واحد حيث اللي كي بغي يستدل رأي دياله يخالف الناس كي يجيب جزء من الحقيقة فحل ذاك الكاميرا اللي كتش تضغي جزء من المشهد وإلا شتيال مشهد كله كتش تفهم كل شيء واصلا الآية أوضح فإنتوبتم فلكم رؤوس أمو لكم ولذلك قريب الفضل يوم شناه يعني أعطيني ربا الفضل شناه وتلقى تلقى تلقى عند هايبية هاك براسلي فيه 30 جرام وعطيني براسلي فيه 40 جرام أولا مثلا بسطوها قاع مثلا أنا كنقولك سلفني مثلا 100 درهم كتقولك رجع علي 120 درهم لا هذا ربا نسيئة هذا ربا نسيئة لأننا فيها الوقت ما دخلناش في الوقت لا وانت غتأخذ 100 رجع علي دابت لا غتقوله مثلا نسي مانا رجع علي نسيئة هذا وقت أنا قررت نسيئة فيها تأخير والتأخير ما هو هذا ماشي ماشي كيقول لي عقد لا لا كوب جوجهم عقد القردو عقد القردو عقد ولكن المبادلة إذا دخل هالزمن صارت نسيئة أنا مني كنت تفهمت على المعنى هذه النسيئة تقول لك هي مثلا مني إنسان كيقول له مثلا أنت تقردني 100 درهم وأنا أقولك ترجع علي 150 درهم شهر جاي تقول لك واخا كي يجي شهر جاي تقول لك الأخر ما عنديش وكتحاول أنت تتطلع اللون منت مني يخصوكي الرجع لك لا هذا ماشي الناسي أمزغس تبحث أمزغس هذا اسميته ربا الجاهلية ربا الجاهلية هو زدني أنذيرك زدني أنذيرك بمعنى يكون الأعلى الإنسان دين ديال المياة مثلا سواء شرع مثلا هاتف بمياة وكان يخلص الهاتف نهاية شهر ولا اقترد المياة جاء أخر الشهر ما عنديش كيقول لك الآخر زيدني أم ذرق يعني قد من زيدك شهر ولكن أتولي 110 هذا اسمته ريبا الجاهلية هذا التهوى ريبا نسيئة هذا التهوى ريبا نسيئة كلما دخل الوقت في المعاملة صار ريبا نسيئة ريبا الفضل كيكون في سبوت يعني هاء وهاء فأصلا دك شي أشكرت كان ريبا الفضل احتهد هذا القول المرجوع اللي لم يعتبره العلماء فاشيفيد اليوم تقريبا لا وجود له في الواقع اليوم تقريبا ريبا نسيئة كله بالوقت فهمتك السياحة والقضية ديال الشيخ يوسف القرداوي اللي دار فتوى قال لك على القضية ديال القرد البنكي في الخارج فتوى الخارج على القرد البنكي بالنسبة لي بغيش تريد دار نعم على الجزعمة ديك ما فيهاش مشكل شوف هذا قالها ماشي ما فيهاش مشكل خارجها مخرج ضرورة ضرورة ما هي تعريف الضرورة بعض العلماء عرف الضرورة هو ما إن لم يفعله المرء هلك يعني مهدد في حياتهم وما هي الضرورة وهذه كم ضلق لها الشيخ الكمالي الضرورة هي السكن ماشي امتلاك السكن فرق ما بين السكن أنك تسكن وامتلاك السكن وبعض العلماء لم يدخل حتى السكن في الضرورة قال لك من الحاجات ماشي من الضرورة لا تلقى إلى الضرورة لأن تقدر تعيش بلا سكن مبني كين أنواع أخرى دي السكن كارفان وليوم الشباب أمريكان رأيش حال من واحد ما كيشفرش السكن كي أخذ فان تنبيل كبيرة وكي أمينة جاء وكي بدي يضع أنا أعطيتك غير لاش؟ بعض العلماء لم يدخل السكن في الضرورة حتى السكن فما بالوك بامتلاك السكن مثلا واحد أب عنده بنيساس مثلا ومرة ما خدام مواله خايف عليهم غدابة قدر يموت يعني يخليهم في دور الكراءة يقدر يخرجهم من الكراءة ما عندوش مثلا تقعد خدام غير بوحده يعني تشوف بأن ذاك السكن لاشراه راح حمايا لعائلة ديالول غدابة غدالة دمو الأمنة أمنتو يعني زعما أنتم تتفق معا القردوي في هذه القادية هذي إنسان زعما يقدر ياخد يعني يشيرين من ذنينه بقردبانكي باش يكون محمي لإن أوساني كنقول الدين ديالة راح يسر راح يسر مغيب ليش يحط لعبد زعما لشنو اسميت زعما لناس المتبعين ديالة يحطون في مواقف صعيبة انت شنو رأيك أسر حروف هذه القادية هذي؟ رأيي هو سؤال وش هدك ملي غيموت الأب اللي يرزقوا وش غيموت نتفق معك ولا أنت يقوم بسر اللي يرزق الأب نبدأ عزيره عموما اللي يرزق الأب ماشي هو اللي يرزق الأب البنات والأولادة فبالتالي هذا رأى إشكال في العقيدة هذا المسألة خطيرة شي شوي لأن لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لو توكلتم على الله حق التوكل لكنتم كالطيرة تغذو خماصا وتروحوا بطانا بمعنى إلا صدقتوا التوكل بواحد المستوى عالي رغضت الرزقه في هذا الطير كتخرج كتلقى الرزق ديالها كتجيب للعامر كالشهر فبالتالي هذا رأى مشكلة عقدي خاصة الإنسان يصحه هذا لا يعني أن الإنسان ما يدرس بعض الوسائل في الحلال ولكن إن الله طيبون لا يقبلوا إلا طيبة فبالتالي ذلك البنات يقدروا يفسدوا بذلك المنزل يقدروا غي تموت يبيعه يقدروا يداب زوم لي تموت يقدروا بالسعف المشاكل اللي توقع فأنت كتأخذ واحد السيناريو وكتحط عليه ولذلك اللي كنقول هو أنه من ناحية الماكرو اقتصادية لو رجعت لدك الشريط ديال اللي مع قرن السبيل ديال البنوك الرباوية تدمر كل شيء وشفتين الصاعة ديال المصائب الكبرى التي يؤدي إليها الربا لبعاتي من الربا ببعد السماوات والأرض ما تبقاش تقلب عليه وخا يكون فيك يعني تكون على حافة الموت يعني تفادلك هذا لا تفقدر الواحد يقضى فخبارك أن هذه الفتوى أعرقلت نمو المالية الإسلامية في أوروبا حيث في أوروبا الزعما ما كانش البنك الإسلامي ما كانش البدائر في أوروبا بزفد الناس خدوا بها ومجبوا مقاولين في العقار بدأوا برون منزل الدروري ومجبوا مقاولين في العقار وكنا نؤكد عليها وكانت نقل زبا غير الطائره ومشان باستمر فيها عرف تعرفت وكأن نقول لك مداخل الشيطان فالتطبيع مع الحرام صحر ولذلك يعني في أوروبا هذا الفتوى تعقل المالية الإسلامية وتعقل انتشار الحلل هذا الفتوى تسهل استدامة الحرام وتعقل انتشار الحلل الناس اللي مخداوش بهذا الفتوى هم اللي اليوم بدأوا كأسوا بدائر في بريطانيا بنوك إسلامية وكالما على كل المؤخذات اللي عنا عليها ولكن كتبقى حسن من البنوكري باوي فالإنسان دائما يشوف المسائل إنه واحد الوجهة ما أقرب علاش لأنك إنه واحد المسلمة عند بعض الاقتصاديين وبعض الناس اللي هي غالطة مجموع المصاريح الخاصة يؤدي إلى المصلحة العامة وده غير صحيح والمثال اللي لها هو كيفشان قول كيفشان قول كيفشان قول سليتي في طرد عمارة إذا كان فيها عشرين شقة وتسعتاش خلصوا السينديك ماشي هذك العشرين اللي ما يخلص السينديك غير عيش مبارع لصنسور لطوياج النظافة ضوء لما جميع المرافق هذا كالبساجيك لونديستان إذا كل شيء كالبساجيك لونديستان عمارة كلها تقريبا توقف فمجموع المصالح الخاصة لها يؤدي دائما إلى المصلحة العامة ولذلك الإنسان إذا ظن أن من مصلحته الحرام مخصوش إنسى أن من جاء المصلحة العامة قد يؤدي إلى مصائب أكبر منها مجمع الله أعلم الاختلاف المفاهيم بالنسبة للدور للبنك كانت يقول لك البنك مقرد وكانت يقول لك البنك ممويل مني كانت ندرع للتمويل بحالة تحلل الأعمال البنك الريباوي كلمة المصريين الشيء كنعرفوها الشيء كلمة المصريين كيقول لك البنك مضارب ممويل وليس مقرد هذا بالنسبة للناس هذا كلام يقبله الناس الذين لم يقرأوا الفقه ولم يقرأوا تعريف القرد وتعريف ريبا وتعريف المضارب الفقهاء أصلا قالوا إذا كان مال المضاربة مضمونا صار قردا ومنعا لأنه قرد جار نفعا وكما عرفه الفقهاء كل قرد جار نفعا مشروطا من المقترد إلى المقرد فهو ريبا البنك ليس ممويل لأن الممويل إذا مولك إذا خسرت خسر معك وإذا ربيحت ربيح معك وهذا هو العدل وهو مقتضى الشريعة وهو الاقتصاد الإسلامي الحقيقي لكن في البنك إذا ربيحت يربح معك بالفائدة إذا خسرت تبيع العقار الذي اجتريت بريبا أصلا وتبقى في الشريع وتبقى عليك الأقصاد في الدول يعني لمحرم الشريعة الإسلامية وذلك المخاطرين لما تكون في الطرف البنك فعلا هذا هو الإشكال الحقيقي فعلا لأن القرد المضاربة إذا ضمن فيها رأس المال دخلت في مضاربة مع شخص في تمويل واشتردت عليه ضمان رأس مالك مونعت إذا شو فعلا إنسان البلو غران ريسك عند بانك هو الإنسان ما يخلش لطخة ديار تقدر تتابع الولادة تبقى الولادة المورجج يعني هذا السميت أفضل تبقى تبقى لما باب سميت هذا هو أشوف البنك إلا قردك مليون عرفها يخرج مليون دي الروح السلحلوجة واحد لأسئلة كثير مرحبا يلي مرون الإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك ومالأسئلة على التداول مزاف ديالناس ما كلمش عارفين بأن التداول في شي حويج إن نقدر نقوله محرامة من شافوا الفيديو اللي كنتي هدرسي على هذا الموضوع عادة تضموه وبدو يقلبوا كتر بغو يعرفوا معلومة كتر على شنية الطريقة اللي قدر يكون في التداول حالا هذه الساعة ما زل ما لقيتش يوحدها يعني يعني باش نجيك من الأخر ما زل ما قتنع لقيتش الطريقة لتداول حالا علاش لأنه كما قلت لك فجوة من الشيخ إيمان الدباغ ومن نقلها مشهور السلمان كذلك عن الشيخ الألباني يعني كيقول لك أن هاد طريقة دي التداول التي هي فقط مضاربة على الفرق الأسعار هي قيمة لتعليلات كثيرة أولها كثير من المنصات كيكون فيها هذاك شيء يعني مش بيع وشراء حقيقي كيكون فيها غير في حال تسويات تسويات ما كيكونش فيها بيع وشراء حقيقي بل بعض المنصة تأخذوا مالكة وتستثمره في حال دار وكذلك يعني قالوا قالوا أن أن هذا إذا كان في العملات لا يحترم ذوابط الصرف وضوابط الصرف هي كما قلنا في الحديث ها وها يدا بيد وكثير من العلماء القدامة بل ربما جمهور إن لم نقل جميع علماء القدامة اشترطوا في الصرف القبض الحقيقي يعني الحقيقي الملموس إذا تحدثنا عن ذهب الفضة والمال فهو قبض حقيقي وإذا تحدثنا عن الكريبتو فالقبض هو البلوكشين يعني يدخل في محفظتك أنت التي هي في الهاتف ديرك ولا في الحاسوب ديرك هذا من ناحية دير الصرف المجمع الفقهي والمعايير الشرعية قالوا إذا كان البيع وشراء فوريا يعني بالعملات يعني تشتري الدولار وتبيع اليورو ويكون فوريا يعني ها أو ها ترى المعاملة فورية ويدخل المال فوريا في حسابك وتستطيع وسحبه فوريا يعني يخلون بينك وبين المال بحيث تستطيع يعني أن سحبه فوريا كيقولك هذا قبض حكمي والقبض الحكمي في المعاملة المعاصرة نزلناه منزلة القبض الحقيقي وبالتالي في كل ما يخص صرف الديرهام الدولار اليورول العملة التي لها يعني لها مكانة العملة كورنسي فهذه الحكمية كفي فيها وأن يخص المنصة يكون عندها الأساتس ديال بالصح والدير بيع وشيراء حقيقي وهذا الشيء الذي من الصعب جدا أن يتحقق منه المتداول أن المنصة تقوم ببيع وشيراء حقيقي ومشي فقط أرقام أن الأموال عندها أولا كل شيء باكت كاعدة الفلوس اللي حتيتي فيها كينا وأنك تفسرتي مع المسيرين من المنصة وقالوا البيع حقيقية ماشي صورية وبالذلك الحويج يعني صعيب تحقق منها ثم هاتشي في العملة تفسر ما يسمى بالفوريكس ثم المشكلة في الفوريكس المجمع الفقه راها منعوه إن فيها رافعة المالية ورافعة المالية تأولو إلى ريبة وفيها ما كانش القبض وهاتشي القبض فصلناه إذا كان القبض في حالها كره يجوز في قول المجمع الفقه بعد أن تتحقق من هذه الأشياء التي من المستبع أن تتحقق منها وفي قول العلماء القدامة قدام قناة الكنصوص صادمة يقول لك يعني ولو باع ولو باع ذهب غائب في ملكيته بفضة غائبة في ملكيته في ملكيته في ملكيت الآخر يعني الذهب راه راه في ذاك البلاس راه غفة دار أخرى والفدار راه غفة في المدينة أخرى وديال البائع عنده الفضة والمشتري عنده الدهب لم يصح قالوا خلبيع فوري يعني تبادلوا الكواخت قال لك هذو العلماء القدامة علاش لأنه قال لك يكون هاء وهاء في الحديد ديالنبي صلى الله عليه وسلم هاء وهاء يعني يداً بيد كما جاء في الحديد في السنة في القول المعاصر ديال المجمع الفقه والمعاييه الشرعية كي قبلوا القبض الحكمي أنا حقيقة هذة المسألة ما زال كان بحث فيها باش نجي معك صارح لأنه القبض الحكمي يفتح الباب لهذه الأشياء التي تسمى بالحسابة الإسلامية وهذا الحسابة الإسلامية حقيقة الأمر يعني بزاف منها ماشي إسلامية بل أنا لم أجد إلا اليوم حساب إسلام باش نجي معك صارح يعني كي منصة كيت حال منصة كي يقول لك بو عنا واحد لأشرف المياه ديال المسلمين كيفاش نجيبهم قال كذي الإسلامي حيث صواب حيث تبيت صافي عندنا حساب إسلامي ما فيش صوت ما فيه تبيت الله يذيك رأى الريبا الذي يمكن أن تقع فيه فضلا أو نسيئة أو نساء في المعاملات رأى كبير جدا فبالتالي يعني هذه المنصات كما قلت أنا في واحد الفيديو إلا قلت منصة تدعي أنها إسلامية عندها عالم معروف معتبر عنده يعني معروف لفقه المعاملات وفي الشريعة والصورة دياله محطوطة والإمضاء دياله محطوط والعقد مع المنصة محطوطة وربما إلا كان شارط يكون حسن هنا هو كيتقلب هو كيتقلب فمتين وهذا الشي أنا ما لقيته ما لقيته منصة فوريكس إسلامية كتحتار من هذه الصورة فقط هذو كليك يقلقوا لا فيتا يقولك إحنا إسلامي برافو يعني شنقضينا فمتين فهذا يفتح الباب للتدول الإسلام ثم من ناحية اقتصادية هذا أقوله يعني وأعيده تدول عبث يعني هذ المتدول وشنق يصنع نفس المجتمع علاش هذ الشاب هذا ما يمشي شيء يقرأ الطب ولا الهندسة ولا يتعلم البرمجة اليوم كين برامج كتتعلم data science في 6 شهور بداية دي data science وبروغرام وكين مدارسة نفس المغرب تفتحه بالمجان تقدر تمشي تقرأ بالمجان الـ IT وتخرج بعد شهور عام هكا كدير ودخل في شركة ومطلوبة العرض دي العمل العروض العمل بالنسبة للبرمجات أكثر من طلبة دي العام فكين مشي في فرصة كين قد تداول سهل كين قد تداول سهل علاج لأنه تلقى تلقى مر سهل تلقى مر سهل كين تقدر تمشي وتقلس داما ولا الكارطة ولا البوكير تهو سهل حسب هالطريقة ثم غير باش نسأل لأنه مسألة التداول مهمة من ناحية الماكرو الاقتصادية التداول يعني هو عملية صفرية يعني ذاك شي ذاك العشرة في المياه المحترفين ذاك شي اللي يربحوه هو ذاك شي اللي يخسروه ذاك 90% المغفالين إضافة للمجتمع شي بها صفرية إضافة للمجتمع شي بها صفرية بل ربما يزيدوا التداول من التدبدوبات بعض الاقتصادين ينقصوا التدبدوبات وبعضهم يزيدوا من التدبدوبات يعني يزيد الانستابيليتي علاش لأن هذا اللي يخيبطوا هذا فاللول لاش بانه لاش بان البيتكوين قلق حيش حنا لم تتفقنش مع الطريقة اللي البنوك كتخلق فيها النقود وكتعبث فيها في المجتمعات بالنقود وتزيد الكريبت وتزيد الفقاعات إلى غير ذلك فحنا غندير واحد نقد فبدأت بفكرة اليوم دخل اي منصا تقريبا ديلة الكريبتو غدلقى وغcing وغلقى وغالقى وغلقى وغالقى والاجنوي أظلقى جميع ذاك العبث اللي المفروض الليكريبتو هربوا منه كله وله واحد شنو قضينا صعبتش هناك م beber Porque هذا يتقلق فالتداول في العمولات عموماً لا يحترموا شروط الصرف وفيه محاذير كثير غير في العمولة أو في التداول التداول يعطني شي حاجة لي يجوز فيها التداول واخر قدرش غير الفوريكس والكريبتش واحد الفكرة قلتها زوينا قلتها خاص تستعلم شيء بحال دبيلا كان شي واحد يدير التداول في الكريبت وكان يدخل لي في الوالت دياله ما كانش تداول لدخول الوالت كيناش هالي ما كانت تداول في البلاس تداول كيكون في المنصة ما كانتكونش ما كانتكونش ما كانتكونش يدخل حاجة خاصة يدرب واحد سرعة لا ما كانتكون انك الوالت اللي قد تكون فيها ومراكات بغير تداول قد تتيها المنصة مش المنصة ممكن فست مثلا فست فينانس ما كانتكون انك الـ spot account و funding account شيء حاجة في حراكة كان trading account وفندي اكاونت ولكن تلاقي الفندي اكاونت ترى مش البلوكشين دياله بلوكشين ديالهم ديالهم هما فعلى قول العلماء القدامى هذا شيء كله لا يصح يعني كثير من علماء القدامى باش ما نختزلوش الجمهور ربما ولكن على قول المجمع الفقهي والمعايير الشرعية هاد شيء يصح ولكن هاد شيء يصح كان فتاوة تعارضوا هاد القول ولذلك نشوفوا المصلحة نشوفوا المآلات هاد شيء شنو المآل دياله ضيع الوقت ديال الشاب ضيع التوجه ديال الشاب نعرف شباب ضيعوا فلوس صحيحة في التداول وتوصلوا معايا شباب ضيعوا بالعشراء بالعشرين بالثلاثين مليون فهذا شيء بعض هن ضيع لأسار ديالهم بعض هم شتت لأسار ديالهم علاش لين هاد العمل مشي فيه قيمة منضافة وعاد كان ذاك شي ديال البخ ذاك شي ديال الشاب فهم بان الربح ما كانش في التداول كان في التكوين ديال المتداولين غير ديال الفورماتيون وغير ديال بسم زيان والسيارة وكذا وكذا يبيع الهوى البخار فانتي الوهم والخورين غا يدخلو ودك الاخرين غا يدخلو كما درستونا في الأطرحة ديالة الاسبكولاسيون كيدخلو لزانسيان انتخان يعني دكشي اللي كيربحو القدامة هو الأموال الجديدة التي يدخوها الجدود وده باش كيدكرك؟ بالبونزي ولده الكاملكة توقع الأزمة آخر الداخلين أي واحد أي واحد مستعد انه يشلي ذاك الأصل وخام قتانع ان ذاك الأصل ما كيسواش ذاك الفلوس إذا كانت قناعته انه يقدر يعود يبيعه فبالتالي القيمة لا ترتبطوا بالفونطامنطال مش الاناليز فونطامنطال بمعنى قيمة الأصل ترتبطوا بالاناليز بسيكولوجيك الاناليز كومبوردومنطال وهي الشخطيس وهي اللي في ذاك البوليهان وذاك الحمر والخطري لأنه إلا كنت مقتانع انه كان واحد لغبي كثير منك يقدر يشلي ذاك الأصل وإلا كنت مقتانع ان الشركة لا تصوى التفرنك ولكن كان الناس اللي بغيين يشريوها مغفالين تشريها ولذلك هنا في التداول العقلية المهمنة هي البسيكولوجيا دفوني عقلية الجماعات عقلية المجموعات وليست العقلية دي الاصول الحقيقية وهذا كي يبين لك أن التداول مدير من ناحية دي الاسيت برايسينج من ما كيعطيكش واحد نظرة واضحة على الاصول خسك تنطو اي المعشي من المتداولين باش تخلي فيه غير اللي حذبه في الكموديتيز وفي الاندكسز بعد الاندكسز اللي كان تراكرز ما يصلحش اللي كان تراكر بيزد ماشي باكت بمعناه تراكر مفيش أسهم حقيقية في غير الورقة دي الراكر دي البانكة هذك ليس له هذك قيمار ولكن فيه أسهم أعطيني انت السهم اللي مفيش ديون ريبوية خلال جدا شي بهمون عادل فاهمت حيتي تراكرز وحيتي الأسهم شنو بقى لك؟ الكموديتيز الكموديتيز أنا درست لوندون ميتال اكسجنج في الأطروحة ديالي الالومينيوم الكموديتيش كده ومشيغل الالومينيوم هذا يصدقه تقريبا جميع الكموديتيز كتبع وتشرى الكموديتي آلاف المهارات ولا تتحركوا من المخزون إذن ذاك الفيز هذي مع الفيز إذا بحتيو شريتي الباغي بدخل ألف خطرات قبل ما يتسلم ذاك الفيز مين ينجاو؟ أعطيوني دبنتوا ما مين ينجاو ذاك الفيز ذاك الفيز كلهم والمنصة ومشاوش لعبيهم ليوت ولا السيارة ولا هذا مين ينجاو؟ ترى الاقتصاد الحقيقي من هذو كل الداخلين الآخرين اللي هو ربما كيقرة الطيب ولا طبيب ولا أستاذ ولا مقاول ولا بناي ولا مهندس وربح مال ولا تاجير ولا فلاح خلق قيمة حقيقية خدوح طريف ادخله في المنصات ذاك المنصات بيه باش كي يأكلو ذاك سحاب الوستعر فلهذا هذا القضية مهمة جدا ولذلك هذا البغي يدخل أنا أعطيك واحد المثال باش تفهم الخطورة للأمر 98% دي الفيوترز لا يتم استعمالها في الأخير 98% دي العقد لا يتم استعمالها في الأخير يتم تسويتها تسمى ستلمنت بمعنى انتبعت لي واحد بارد البيترول أنا متداول وصلت لشيانس بعد شهر أنا معنى ما ندرب البغي البيترول يعني كان قولكم ما مشوفش حال اللي بحتي معي ولا خسرتي معي غانشري كونتخا انفرس غانشري واحد العقد مضاد معاكس باش غانكمبونسي هاداك العقد وغيمشي الكليرينج هاوس باش ميددرش هاداك العقد ونعطيك انت هاداك شي لربحتي ولي لا خسرتي معي فبالتالي هاد المشتقات المالية اللي بدات الهيدجينج لتغطية على المخاطر كانت كنت تستعمل في الو 3% للتلاعب و 97% الهيدجينج المخاطر اليوم عندنا نجوش في المياه لتغطية المخاطر و 98% للتلاعب إلى درجة كانوا واحد الإكسبيريونس في واحد السوق أوروبي داروه مع الفلاحين داروا لهم واحد المشتقات المالية باش يحاميوا على كان نظن معه وشتاة ولا الطاقس ولا شي حاجة على المزروع ديرهم فبعضهم لقابلنا كين يربح في المشتقات كتر من الزراعة فبدأوا كي يخدموا في المشتقات المالية كتر من الزراعة وربما بعضهم خلوا الزراع ديها أنا كتنقول هذه فكرة مزيانة دير الهيدجين بالنسبة للفلاح ولا بالنسبة للبلاد اللي كتنتج وحتى بالنسبة لذلك اللي كيستعمل داك المادة طبعا طبعا ولكن هذا الهيدجين ما يكونش بالحلام ما يكونش بالمشتقات يكونش حاجة حلال في حال بيع السلام في حال بيع الاستصناع في حال بيع التقصيد كين بداء الحلال بمعنى انت مثلا شركة طيران وبغيتي تشرب بيترول باش ما تكونش اكسبوزي للتغيير تمنى السلع ما كينش يشكال ممكن هذا يجوز هاتشرب بيع السلام هاتخلص الان تسلم بس شهور باش تفادى تقلبات دي الاسعار هادا كيسميوه لبغات غير اليوم في البورصة في الكموديتيز عنا فقط خمسة في المئة لبغات غير خمسة وتسعين في المئة دي المتلعيبين وهات المتلعيبين من اللي يدخل في البترول وفي الكموديتيز وفي الكورنسيز ما كتشوش الدرار دياله مباشرة ولكن من اللي كتجي جولد من ساكس تقول لك عفتيش ما كين واحد السوق مفيش بزاف ديال تريدرز شكونا هوا كوموديتيز ديال فود فكيبدأ يشريعوا القمح والشعير كاكا وروز فالأتمينة كتبتها لأنها نقود جديدة في واحد السوق معنيتها زيادة في أسعى كتبتها كتبتها هذه الناس الأفريقية ليست تؤثر كيموتوا من آت الآلاف كيموتوا الموت كيسالوا في القبر بسبب الهج فانت فالأمر خطير جدا ولذلك تلك كوموديتيز كين واحد في الشريعة قال نبي صلى الله عليه وسلم لا تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم هذا الحديث يمنع حسب المذهب الشافعي يمنع أنك تتداول في سلع مارتين قبل أن تنقلها والحديث زيد بن ثابت مع عبد الله بن عمر في الزيت اشترى عبد الله بن عمر زيتا فجاء من أعطاه فيها ربحا فأراد أن يضرب في يده فأخذه زيد فإذا بيدي تأخذه من ورائه وهو زيد بن ثابت فقاله لا تبيعها حتى تنقلها باش لفلو فنانسي التدفقات المالية تكون مطابقة تماما للتدفقات الاقتصادية الحقيقية ولذلك إذا تخلصنا من هذه المتلاعبين في الأسواق الأسعار ستستقر أكثر وستكون حقيقية أكثر لأنه سيبقى غامل الطيارة وبقى البترول لا يدخل بيناتهم واحد المائة من المتلاعبين في البترول واحد يظن أنه البترول كابط واحد يظن أنه سيطلع واحد يدير البترول واحد يدير البترول عفتي باش نقدمش بهذا الشيء بجوش ديال الشباب واحد يدخل في واحد طريق نضلم وعمر بالشوك واحد يدخل في واحد طريق منور يدخل في طريق منور هو يقرأ شيئا ولا يدير شيئا تفيد المجتمع بالنسبة لي أن البناي والذي يصاب الباقيتا يستفضل من المتداول ليس أنا المجتمع كثير من المتداول وخضرهم وعشر ديالسانتر وهذا يدخل في الطريق اللي يمضل المعمر بالشوك ويقلب على طريقة حلال كل أخطرق يستيليفون آلو أحضرت ضربتني شوكا عن لي من راوكا لي ممزينة شهادة يا حرام كيفش نقدم ندير ضربتني شوكا عن ليسر كيفش نقدم ندير ونزيد أرجع أصحبي لا لا بغيت نزيد أنا في هذا الطريق رأى ربما في شعر أصحبي رأى هذا الطريق عامر بالمشاكين اليوم تواصل معي واحد من أمريكا هذا الصباح قلي هو عنده 19 العام ودخل في الكريبط ونفتي قلي أنا دخلت في بيزنس كول قلت له ما هما الماجور يعني ما هما التخصصات اللي تقدر تكون عندك في المدرسة قلي عنها يعني الفاينانس الفاينشال ماركتس عن العلاقة الدولية عن التجارة عن التصويق عن الموارد البشرية قلت له شوف نصيحتي نصيحتي بالنسبة لأي واحد ما زل ما دخلش في الفينانس بهاد بهاد الفينانسي محش بهاد قيصة التشيق هو ممكن يعني في الخيال ممكن ممكن تصور شي بار في شي كويس قيمة قيصة التشيق ديما صح الله كتبت تشبيه البورصة والتداول بالبار ورغم أنك كنت قلت في البودكاست إرشاد قلت لا يجيبوا الا اختزار كنظر لا شوف أنا اللي قلت في إرشاد هو أنه لا يمكن لمنع الكل اللي يدير البورصة فمتين؟ والتداول علاش؟ لأن بزرد الناس كيدخلوا بعدها كيدخلوا الاستثمار في التداول في الفكر ديالهم كي يسحب له الاشراء اكسيون وبعام بعدها ما ينرى تداول هذاك ماشي تداول هذاك استثمار هذاك استثمار فإلى كانت الاكسيون شرعية شنو المانح؟ ثم ثم يعني علاش كان قلتش لنا البورصة البورصة ما كان هترش على البورصة ديال الدار في دولة نيويور كان هترح البورصة تداول عموما المنصات يهيمنوا عليها الحرام مش غنضر له ديال المشتقات ديال المنتوجات اللي كانة هالي زاكسيون اللي غير شرعيين هالي زوبليغاسيون البونس البونس عندك منهم المئات ديالالانواع وليزوبسو عندك البوتس والكولز الوارنت عموما عندك الـ عندك الـ عندك الـ عندك الـ رافيال مريقا مدوناتها هل شي كله ما خدامش هل شي كله ما خدامش ايه بحل قلت الفكرة مزيانة بحل متلا شركة كدخل كددي الأي بيو كدتاخد هادي ممتازة اه وقدر اغومنتاسيون كابيطال كدجيب فلوس هنا رك تكسر في الاقتصاد الحقيقي اه هنا رك داخل في الاقتصاد الحقيقي ديالان ما كندوزوش احنا قاعد البانك كمان ناخدوه لا شي ديالي زايتينو مكيش في المغرب ايه كاني مكيش في المغرب ايه كاني مكيش في المغرب ايه حق غير واش محتار من دك المغيار دياله ولكني زايت بيو كاني كاني نرى عندي واحد نقاش في في واحد لغاديو منشور في القناة سميتو بوخس اتخايدينك امال نسيسير وهذا كان قبلتي واحد سيد قاري الفينانس باك بلوس سنكو خدام في البورصة يعني فاهم شغله وسبح الله معاه تفاهم تكتر من مع بعض الناس اللي كيسحبلو مراح فاهمين كل شي وما داعسين ذاك جسي من الديلتكوين لنه هادك قاري فاناتك غيميتار ماشي مع راشيد لا لا ماشي مع راشيد مهم راسميتو بوخس تخايدينك امال نسيسير لا غي قلتوقي لهذا ماشي مع راشيد هذا في غير اوديو فماللي قال لي بوص الدربي ده مازال خاصها شورت سيلنج وبينتلو بخ أبلوس بيع لاش شورت سيلنج ممزيانش لازالش معاه الهدراع علاش لنه بينتلو بنا انا المعلومة لي هو كيعرف ان الشورت سيلنج اللي كتكون واحد الشركة بدا تكتتعكل بل شورت سيلنج يف حالك تجب دك المسدسات بجوجه يكترين بجوجه قد قدق اقار ماذا نحن لوقانا اقبوتو؟ هذا كتر من لوقانا اقبوتو هذا آدم سميس قل لك لوقانا اقبوتو خليه متوقحنا من ناحية الإسلامية نقوله نحن تعاونوا لوقانا اقبوتو تعاونوا أدام سبسكي يقول لك خليه هذه دروينية اقتصادية بمعنى الأقوى هو الذي يتفوق نحن في الإسلام مع ناشة دروينية عنا تعاضد لكن دون أن نسقط عادينا في لكن هذا بيع المكشوف هو أن هذا الشركة المتعطرة المتلعثمة تقتلها أو تضربها حتى تسقط بسرعة وهذا الشيء وقع ما بين جولد مان ساكس واليونان أنهم كانوا كنسحوهم كحكومة وكبيعوا ديون ديال هالبونس كفنس صعب صعب تكشير يقول كشورت سيلنغ صعب فبتالي من يفسر تلوب هذا صعب يفهم ده بس الحلو دابا نفهمتك وعندك الحق تقريبا في كل شيء غير وكينش دلالي مؤخرا عادوا لو كيشوفوا الضف التداول ولو كيدخلوا منه واحد مدخول شانتيني دابا غي حاول تحطى راسك فيما كان هم وعادوا لو تقدوا يعيشوا منه تديروا بيه بزرق الحوايج تكيت نفسوا منه اتساترا دابا هم بحلية تقول يخلوا كل شيء ولو في هذا الميدان هذا ولو كي حق تقوم منه شيء كنقول شنا الملايين ولا هادا غي واحد مدخول محترم ليك يخليهم يعيشون مزيان عندك النسبة دي اللي كيربح مقالة دي اللي كيخسر تقريبا كيف قلتش صراف المية كنت خلت صراف المية كنت خلت هادا يلا كنت غير يعني غير من باب المقاصد مقاصد الشريعة يمنع هذا لأنه أنا ما عنديش في الإسلام أنني واحد نربحو تسعود نخصاهم لما خدامش هذا المعادلة خاصنا نكونوا فرابح رابح ما زال إلا كنا في واحد البيزنس فحل يعني استثمار ولا شركات اللي عموما يعني نقدو نقوله أن الإنسان عموما ملك يدير واحد المحاولة في واحد المشروع في الاقتصاد الحقيقي الاحتمال باش يربح أكثر بكثير من عشرة في المياه فهنا كيكونوا حتى كافوا أرى جديد شوف دباسي حلو راه راه الشركة دبا لكي نشؤوا كل عام أرى تقريبا 90% منهم على حسب الإحصائية راتي يتيفشلوا لا باللاتي دبا الشركة اسمح لي الشركات هذه هو أهمية ولا فقاعات ولا فنس لا مقاولات عادية كانت ممتعين في المغرب اي شنو راتي قريبا أنا على حسب الإحصائية اللي قريب فيها خلينا من الإحصائية انت الناس لكي تعرف واش 90% من الناس اللي داروا مشروع فشلو أنا كان نظن لأن الشركات ما تنساش أن الجانب القانوني والورقي ما شي هو الحقيقي وضاريبي يعني بزارد الناس عندهم شركة وصدوها لأسباب ضاريبية أو أسباب يعني بزارد الأسباب أو إدمجوا الشركات أو صافر أو رحل فما تقارنش أنا شوف لينتا كأمير شهد الفكرة اللي قلت أنا شفت عدد ديال الشركات اللي داروا إفلاس مع عدد ديال الشركات اللي تخلقوه آه لتخلقوه نعم العدد ديال الشركات اللي داروا إفلاس كان ضن مويمان شي رقم مشي صحي دعما على حتى بمعاقل كانوا قالوا تقريبا شي ستالاف في ثلاث شهور آه وعدوا الخياص شهد ديال تحلو آه عدوا اللي تحلو آه 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 بينما اللي داروا إفلاس ستالاف في شي شي تسعة شهور يعني آلفين في ثلاث شهور آه إذن إحنا كتك كتر من وكي ناد المشكلة ديال بعض الشركات اللي كديروا عليها حسب المشاكل مشي مشاكل وإنما لأسباب كثيرة مديش بدك الإحصائية بدك قضية ديال تسعين ولا خسر سعين في شركات مشايكة شو هذا خلط خلط وهدوك اللي كيف شلوه هدوك هدوك البيزنس موضي ديال ستارت أبس علاش لأن هدوك ستارت أبس الهدف ديالهم الملتيبليكة يعني مضاعفة رأس المال بشكل خيالي بالفندنج وكل خطر كديروا سيري آس سيري بسريسي علاش لأن الهدف ديالهم اللي كورن يعني اللي ولي كورن فأنتم اللي كتدير ذلك شيء كتدفع واحد الجهد كبير وخدتكون كتخسر المال أي إنسان عادي سواء أنت أو أنا أو أي واحد عادي ما كيديرش هذا المخاطر كي جيغل السوسيتي تدير بمعنى كي سير شريكة بحواطة حواطة بمتعي باش كتخسر ما أخذ دامج واسيح وش أن أقول لك شكرا خسك تلقى ماذا الحل حل هدا شوف 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 وكوح القضية الحلول كثيرة غير هو الإنسان اللي بغير يبقى غير في الإنترنت إنسان خسر للعالم الحقيقي رأى العالم الحقيقي كله حلال من غير ذلك شيء اللي بالضبط حرام البعر الريب كذا والبقي لو ما شوف بغاوا التدول يكون حلال ما يمكنش تقول لي أنا تحل اللي يبزل دول مشكل أنا تكلمت مع واحد العالم قلت له لي نفرد أننا سأخذه بالقول هذو اللي يقول أن إذا تقريبا كل شيء ما أخدمش بقى نغير العمولات نديره التدول في العمولات بالقبض الحقيقي والقبض الحكمي الفوري وتحققنا أن المنصة قدر بيوع وشراءة حقيقية وما كان لعرفة على سواب للتحاجة وكان شيخ مور المنصة وكل شيء نفترض وهذه الشرط كلها كان آسيدي أخوانا ما زل ما لقيتها ما نقدره ما نقوله التدول الحلال هذا العلم يكتو نهضر معا قال لي شوف إلا تبتتلك أن من ناحية الاقتصادية مضيرا ما يمكن تفصل لي الشرعي مع الاقتصادي لأن اعتبار المآل مطلوب في الأحكام فإذا كان شيء حاجة حلال صوريا ولكن في النحية الاقتصادية كتوصلني للقمار رغان منها أنا كعالم شرعي وعطاني المثال ذي الحية الشرعية نعطيك مثال نكاح المحلل جاء في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له شكونا المحلل وعدك يطلق مرات وثلاثة الخطرات وكيقلب على شيء واحد يتزوج هكذا بيش تحلل ويطلق ويعود يتزوجها طلاق هذا الذي يدار طلاق جائز الزواج الذي يتزوج بهذا المحلل بوحده كعقد بوحده جائز السميته الطلاق الذي يدار بعد بوحده جائز الزواج الذي يدار بعد مع عارج له القديم جائز ولكن المنظومة ملعونة فمتي كيف فلا تحايل على الشريعة مشكلة ولذلك قال إمام القطبي في تفسيره أن العينة قد تكون ثلاثية وربعية وخماسية كيف يقول العينة العينة ممنوع ويقول العينة هو جوج العقد الذي يتزوج بوحده جائز يقول هو الذي يريد الكاش وليس يريد القرد الريباوي ويريد يريد يزمن المنتوج فجأة عنده واحد لقى سيارة كاتبعة 12 مليون قال بيعلي بتقصيد قال بيعلي 12 مليون بتقصيد هذا في حدي ذاته كان المعاملة غيبين وبين وما تدخل واحد مؤسسة مالية رباوية إذا أعطاه هو لشكل 100 وما كان 12 مليون سناء مع 12 مليون صاف يقول لأي خلص 12 مليون مليون في الشهر في الفور يقول لي 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 السيارة لا تحرك أنا عندي دين على 12 مليون واخد 9 مليون سناء يعني 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 9 مليون سناء ونرد 12 فالعقد لو البوحد جائز والعقد الثاني جائز والمعاملة كلها حرمها النبي صلى الله علش لأن التركيب هذا العقود أدى بناء إلى بيع العينة والإمام القرطبي في تفسير قال أن العينة قدرت تكون ثلاثية وربعية وخماسية بمعنى إذا دخلنا ججولة لثلاثة بيناتنا ولكن رجعت السلعة إلى البائع الأول هذه العينة ثلاثية وربعية وهذا الشيء يوقع في البورصة وبعض المرات وهذا الشيء يوقع مع الأسف بعد المعاملة الدين البنوك الإسلامية كيسميه التورق المصريفي سكيمت الاستوربعين في المعاملات في المشريقة مع الأسف الحمد لله في المغرب بمنوع ولكن هذه حيلة في المشريقة منوعات من عاملات في ألفين وتسعود علاش لأن بيع الحديد شريح الحديد كيبقى تسعود وتناشية في الأخر هي اللي كاسبقى كاش وكيرزع الديون هذا منوع فهمت فالفكرة ديال سبيكولاسيون فوقيت ديال فجد خلط الحرب ديال دين 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 تمن ديال البترول ارتفع ولكن العرض الطالب باقي العرض كين كتر من الطالب ولكن الأتمين ارتفع مخاوف هذا السوق اه لك دين المتلاعب المجازفة اه هذا باقي كين هنا وباقي الخير يعني الفوندامونتال السلع الحقيقية كينة ولكن تلاعب المتلاعبين يفسدوا الصوف يفسدوا نجيو نضققوا بزاف الحاجة في الأمور التسريعية وهذا ارى كل ضروري ما كنلقوه كنلقوه الحرام سمح لي سؤال شخصي ما شخصي سيقلق معك فهذا ما يغي ان انسان سيقلب على خدمة ولا عنده حاجة ميسيون سيقلقها 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 سمح لي على السؤال ولا تجاو لا تجاو مثلا انت في المدراسة تقري فيها وش سولتي وش عندها كخيدي ولا ما عنده كخيدي ولا عنده واحد سؤال مهم هناك فرق كبير لماذا لأنه فرق كبير بين المالك للشركة أنا مليك مشي للافاك ولا كون راح ما عارف شانا واش كتدير دين ولا ما كتدير شتين هادي بعدها الباب اللول وجاء عن سعيد بن المسيب كنا إذا ذهبنا للأسواق لا نسأل عن استيلع من أين أتت مشيش كنتكش في التليفون كتقول له واش مينجبت هذا واش مصروق وهذا لا يمكنش السوق لا يعملوها كذا الأصل في السوق البراءة الأصل في السوق البراءة مغير لمشي تلو واحد السوق لمعروف فيه الصائقة فهناك فرق كبير بين المالك والأجير الأجير لا علاقة له بقرار الشركة بالاستدانة أو لا برب لا علاقة له فأولا ما عندهش المسؤولية فليس بآكل ولا موكل للرب ماشي شريك هو أجير ورابعان ثبت أن النبي صلى الله سلم تعامل مع اليهود بالبيع والشراء والإجارة نوع من البيع فهو بيع ومنفعة فمن اللي انت تخدم عند الشركة رك أجير عندك تبيع لوقتك تبيع لثمانية لثمانية الساعات كيف يولي وديها لها تقدر تضرب من شنو شنو ما بغايت وخاص كيف تتعامل معاملة ريباوية إليك إليك الأصل النشاط حلال مثلا الشركة الاتصالات ولا الطابلات مثلا المنقولات العقار الأصل النشاط حلال ولا يخدم في بنكا لا بنكا منعوها العلامة حيث أصل النشاط لا يجوز فهنا كيدخل أصل النشاط فهمتي لأن الأصل النشاط للبنكا لا يجوز ولأن الجنيد الأجير ممكن يخدم عند شركة مثلا متجرة ديالها حلال ولأن راح واخد دويون رباوية والمستصمر ما عندوش الحق يستمر راح الأجير كيتستمر وقته المستصمر كيف يستمر لا 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 كيبيع وقته لأنه إذا أفلست الشركة لا يفلس هو الأجير خلافا للشريك فالشريك مالك ولهم سؤولية وقد نذهب أبعد من هذا الشيخ التقي العثماني قال إذا كان بالمعايير الشرعية التي تقبل ذلك 30% المديونية ماكسيموم قال ويخبر الإدارة بأنه غير موافق على الاستدانة بريبا ها احنا دخلنا في مجلس الإدارة بمعنى الشريك له يد في قرارات الإدارة فبالتالي الإسلام يقول له هذا الشيء الذي يدار الإدارة بسمية إذا كنت منعه إذا كنت منعه إذا كنت منعه ما الأجير الأجير ما يمكن أجير ما عنده دخل وثبت أن النبي صلى الله يجب أن تعامل مع الياهود بالراهن وبالمعاملات والصحابة التعامل وعلي بن أبي طالب فهذا ثابت في السنة فهمتك آخر سؤال مرحب عن تجربة شخصية دي كان ضمن كنكملت في الطريق لبديتي في هذه البيزنس وكنت في فرنسا وحاليا وبدأ ما الملوات لديك سبارك الله عليك هذا سيكون عندك لبديك ووحد الستاتيو ووحد البوست اللي ستكون تتخلي فيه بسرد الفلوس وكنضن بأن تخليتي على هذا شيء كامل على حسب العقيدة ديارك مني قررت هذا وقررت تخلي على كل شيء وش فعلا تتكلتي على الله فعلا زيح ما تقتيب الله وخليتي كل شيء ولا حتيب إنا ربي عاونك وسهل عليك وما فمتش بدنا وصل لك ما تسؤال نعم هو أشوف الحمد لله النعم دي الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصل وهذه عقيدة من يتقي الله يجعل له مخرجه وزوط حيث لا يحتزي فهذه عقيدة عنا ما عناش فيها شك غير زقوش اليوم ولا بعد عام ولا بعد مدة هذه ما عناش فيها ثم هاد الآية وخل ما تكونش هاد الآية ما تقدر تدير الحرام لأن قال بعض السلف لا لا تستحضر صغارة ذنبك ولكن يستحضر عظم من تعصى عظم من تعصى فمجين ولذلك يعني أنا هاد الصلاحة منلي تخليت على هاد شيء ما كنتش عارف طوام الكبرى اللي مورا باش نكون معك صريح اللي بعت على ميدان دلافينان وصالوك أنا دير البيزنس كول اللي المفروض أنني نقول ناس اللي قرأوا معي ومشوا وداروا الـ M&A والتريدينغ في اللوندون وفي كذا وكذا فما كنتش عارف العواقب كنت عارف غير يبقى ممزينش يبقى ممزينش أما هاد شيء ما عرفته تهدت يعني مود دا والأطروحة خصوصا هي اللي تعم ما اقتفافت شيء يعني المخاطر ديال التداول على الاقتصاد وعلى المالية كان قرار ديال عموما العالم ديال الفوائد وليبقى مخصنش نقرب له ويجيب الله تصير في حاجة أخرى والحمد لله البدائي الكثير والإنسان عاوتين يخص كذلك يعني العقيدة يخصو يخذك من ضومة يعني ما خصك أنت تبغي تكون في حال هادوك اللي كي سوقو لك ولكن بالحلال خصك أولا تعتقد أن هادوك اللي كي سوقو لك الوهم والحرام هم في خطأ وفي خطر اللي تعتقد القضية أولا سترتاح والثانية نتقلب على بداء العقية شمدين ده بالمشكيل أننا نحنا كمسلمين كان نبغي نكون في حال الكفار ماديا ورفاها ووقتا وجمالا ولكن نبغي نكون مسلمين لا لكن لا ممكنش أولا تعرف أن هادوك في ضلال طب الله أنه يهديهم ومن بعد نتعرف عندك طريقة واحدة أخرى ودك طريقة واحدة أخرى الحالة فيها أكثر بكثير من الحرام لأن الحرام معدود وقد فصل لكم ما حرام عليكم شايف مفصل واحد جوش ثلاثة أخف ساعة عشر 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 المسائل الحرام معروفة السبع الموبيقات معروفة كينين سبعة ما كينش بزاف زعم غير هو ملي دخلت في ذلك الكولور اللي هو مظلم فيه الشوك وانتا بغيتي فيه تتلقى الحلال وانتا صعب صعب جدا راه كدخل في واحد المنحنة خطير لا تضيق على نفسك وعالم اليوم سواء النساء ولا رجال مليء بفرص العمل سواء عن بعد أو عن قرب كورونا بينا تقريبا كل شي يتخدم عن بعد من غير الأعمال يدوي واحد مش أحد السياج يلزوم فقرح حقيقي كل شي يدرع نبعد أشياء كثيرة فبالتالي يعني ما نحجرش على رأسنا وما نكونوش إحنا وسيلة لاستقواء أصحاب الحرام علينا بأموالينا بأموالينا نفل خلدو بلافل نصنشا غايديره غايديره شكرا مزافة سيحلو سيزو يرمعرش وشكرا ما زال عنده شي شوف صافي أنا الأسئلة التي كانت تجيني على التداول هي تمانا قلبه سيطيت من نهاية مرحبا وهذا ما خصوش يدخل فينا اليأس خصو يدخل فينا أنه أولا نحن نشوف الميكرو والماكرو نحن 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 نشوف غير الميكرو وفينا نرى نرى الميكرو والماكرو وثانيا نتبقى واحدا إليها فسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلامون ففي كل اختصاص نسألوا أهل اختصاص دياله وثالثا كان نبي صلى الله عليه وسلم يحب الفائل الحسن كان متفائل واخا الحروب واخا الخندق واخا المحاصرة واخا واخا غزوة الأحزاب بسرهم بفتح فارس واروم عفتي شنية غزوة الأحزاب هي واحد تلاف ديال الخلق كانوا محاصرين بواحد ثلاثين ألف للخلق اللي جايين من الجزيرة العربية وبلغتي القلوب والحناجر بل قال بعض المنافقون بعض المنافقين إن أحدنا لا يأمنوا أن يذهب إلى يعني المرحاض أعزكم الله والنبي يبشرون ونبي فتح فارس واروم مزاف فهمتي يعني ما كانوا شكي قدوا تيمشوا الحمام على خطرهم لماذا لأنه يقدر يغيب بعد من المركز المدينة يجي فيه شي سهم فهمتي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن فبالتالي إحنا دائرة الحرام صغيرة دائرة الحلال والمباحات كبيرة والآن مع التقنيات والبرمجة والتكنولوجيا والعمل عن البعد والفيفر والأبورك والتجارة الإلكترونية بضوابطها الشرعية والسؤودي والبرمجة والإبداع والعالم الحقيقي اللي الناس ربما نساهم فالحلال كتير إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق دائما بالهداية والهداية والتيسير والبركة إن شاء الله والتوسعة في رزق الحال إن شاء الله شكرا بزافة بصرق الكرة مرحبا وكادي ما أقول لك صعب شكرا مرحبا